اشتركوا في القناة 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 في سبع مبادئ للقواليتي هنتكلم عليكم وهناك هتكلم عليهم نهضا على فكرة اه مش اختراع ولا تأليف ولا حد إدانا kidwin lako كتبه انا جايب بالضبط الايزو وبشرحه يعني ايه زي احنا برضو ما كنا بنادق ستكتراء ففي اول شانا بيضونا مثلا الائزو كسامبل للسيستمز بيضونا مثلا الفيدك كسامبل لل 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 فيعني انا قررت برضو ان انا اعمل نفس الموضوع في اللقاءات بتاعتنا عشان برضو زي ما قلت لكم قبل كده انا ههمني جدا اللي ان شاء الله حيتخلص معنا وحكامل معنا يدرس سجل مصدر حيليقيها ايه في ناتس اللي حسجل دكتوراه حيليقيها يعني سهلة ان شاء الله ومتهسرة اللي حيروح ياخد يدرس للشهادة مثلا هليق الدنيا سهلة يعني الاساس هيبع عنده فاحنا ايه احنا بنحاول ايه نوصل ان شاء الله بإذن الله تعالى لزمائلنا واساساتنا والابنائنا والاحفادنا اسهل الطرق حتى نصل ايه والكلام برضو كلام براكتيكال يعني هبنتكلم ما سجين ما بين ما هو موجود في الكتب والاساساتنا وبتعلمنا من اساساتنا وبنفعلوه من غير دلوقتي نراجع من كتب تطلع كل يوم واللي احنا بنتعلمه في الطبيعة لغير دلوقتي برضو ونحاولو الايه الـ knowledge والexperience هو انت في مكانك 7 quality margin principles حنا نتكلم عليهم اللي هم الاساسة النقطة اللي بتشكل السيسم الـ ISO system ونتكلم على الـ ISO الساعة رائعة في 2015 سياريز كلم عليها بعدين هنتكلم على البنافتس الفـ ISO 2021 2015 certifications certifications بتاعاتها يعني ايه المكاسم نحصل عليه لما لما نحمل الـ ISO جاء الـ 9000 ده الخاصة بالـ system نخلي بدنا من الحد قدنا لأي مكان عايز تقول انا منظم ومنتظم وماشي بشكل عريبي ان انا اعمل الـ ISO اعمله صح الـ 9000 واحد معاه الـ 14000 بتاع الـ environment بتاع البيئة معاه الـ 45000 بتاع الـ الـ والـ safety والـ environment كان زمان كان اسمها 18000 الوقت الـ 5500 الـ cost and resources اللي ه نستغل عليها من ضمن الـ ISO system بعد كده هنتكلم على الـ quality system requirements اشترطوه بتاعك اي system والـ management system بعد كده هنتكلم على healthy system يعني healthy system اللي هنعمل healthy ولا مش healthy وهو الاخره بعد كده هنتكلم على document management guidelines اي الـ ISO documentation بتاعته برضو هنا بحب اقول نقطة برضو ان الناس كتير جدا فاكرنا الـ ISO ده documentation لا الـ documentation ده documentation ده ده اخر حاجة يعني هي ضرورية ولازمة وهمة جدا والحاجة الـ documentation انت بتخسر كتير قوي لان اي مشهور زي ما تكلمنا برضو بجاء الـ document ايه ان اي مشهور في الدنيا بيخلص الـ documentation اي عدى عنده كليم عنده مشكلة عنده وقص عنده وقص عنده اي حاجة يبقى الـ documentation هي اللي ايه هي اللي بت هي اللي بت يا اما اما عمولة صح ومصبوطة صح بينجح انه ياخد حقوق او يظبط نفسه يا اما ايه ما بيأذرش واخدنا احنا برضو على الـ document معانا شو متخدنا برضو اللقاء كان حلو برضو ومبسط وعلى فكرة لانا كل حاجة بسيطة ان شاء الله يعني بعدين هنغبقى any questions هنغبقى خلصنا وايه وده المغموب بتاعها طيب اول slide هنا احنا خدنا قبل كده في اللقاء في اللقاء في الاولى مش فاكرة اللقاء كان لكن خدناه في اللقاء الاولى ده بنستعرض فيه يعني ايه quality assurance او يعني quality خلنا نبص جده على تطور علوم الجودة اللي هي علوم اللي هي خاصة بايه بالـ 2AQC احنا في الاول خالص في حاجة اسمها operation control احنا نفترض اي حاجة اي صناعة صناعة ملابس صناعة كراسي صناعة اي صناعة فلي بيحصل ايه لو انا لسه واحد بسه على قده بيعمل حاجات لوحده بيبيع المنطي الخلصة يبيعها وكان هو الاخو بيعمل ايه هو اللي بعمل control لنفسه ما عندوش حد واقف له ولا بيقوله دي كذا ولا دي كذا هو من نفسه بيقعد بيقعد يعمل ايه بيزبط control بتاعه يشوف الملح ايه يشوف السكر ايه يشوف الحاجة اللي نقاش مثلا على 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 عمله ايه هو من نفسه اللي بيعمل ايه كل حاجة بيعمل control هو اللي بيشتغل وبيعمل طيب الملو قبر معه شوية والبيزنس قبر معه شوية وعايش يعمل ايه يبتل يعمل production يعني مش ماش production او بمعنى انه مصلا لا يعني عايز جاله مثلا طالبها اطقم مع بعض وجاب عمال بقى وجاب كده وعايز ايه هيشتغل يعني جاله يعني شغل زيادة عن المكاينات هو كفرت ويعمل ايه conforman control conforman ده عبارة عن ايه ده مرائب او ملاحظ ملاحظ عادي خالص بيبقى الناس بتشتغل وهو ايه لما راحز ده بي ايه بيرقبهم بيبقوا ببص عليهم بيشوف دي صلاح ده غلطي عادي على ده يقول له لا ايه صلاح دي ايه صلاح دي ايه صلاح دي الكلام نقول له ايه نحن نقلم الكلام ده اه مش احنا مش بنقلل من الامر والعاج والعكس ده لازم يكون مجازة يكون بغلد الوقت طيب ناخد مع تلك ال ايه inspector control بيبقى بقى الشغل كبر شو باية ما بقاش ايه ما بقاش حكت حكتين تغير لا بقى ايه يعني نعمل المصنع اللي هو الايه اه يعني اقل شوية من المصنع شوية ورشة كبيرة شوية فتبقى فيه inspector control الناس بتشتغل بخط في خط الانتاج خط انتاج اي حاج اه يعني ان شاء الله كنوا بيصبوا معالق بيعملوا اطقم اه اي حاج اي اي نوع الانتاج اه بما فيها السروس اتخلي بالك يعني شروح فيه مطعم باب واحد صغير ايه وقب عربية الاول وبقى الوقت عنده سلت اه مطاعم فكل حاجة بتكبر بتشتغ اه اه الوارمع اه بيبقى بعد فيه الايه بفي مفتش للكنترول خلصنا يبقى نعمل قواليت كنترول دا تبتلي طرق كلمة قواليت كنترول القواليت كنترول دي خاصة بالـ نخلي بالنا يعني غالد الوقت كده كل نجاند الوقتي خاصة بالاييه بالـ يعني انا بعمل منتج فالكنترول بداية على ايه على الـ مش على النظام. النظام يعني اللي مش تعمل مع نفسه اه كنتروه اعمل وعن نفسه. اللي يوح اتنين تلاتة اربعة خمسة وقدر. انما البلدان في كلمة ايه? يعني الكونترو دي. اخر مرحلة ان انا بعمل ايه? ان انا بعمل على الكونترو بتاعة البرودكت. يعني انا بنتك حاجة معينة اي حد. مابتداء من يعني ان شاء الله يقول لك يا عربية فول حتى. لغاية ما يعمل اه يعني اي حاجة. بيشعر بالكواليت او بشرع على ايه? على منتق بالتعال. او لو اي صحافة لو انا بعمل نجوزة يعني جريدة صغيرة مسلا برضو الكواليت. يعني ايه? الكواليت بتاعة البرودكت. نيجا هنا نبتدي فين بقى الكواليت عشره مساملوها بايزه. اللي احنا هنكلم عليه نهارا. وبرضو انا عايز اقول حاجة ال 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 ده او ال 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 البيزني APP او ال�� THAT ده على بساطة او على السلطة. لكن هيبين لنا بالزبط اه احنا فين? ومصطلبين من هنا ايه عشان نلحق. نلحق نفسنا. اه قدام التقضم اللي بيحصل ما بقاش كل يوم بقى كل ساعة. احنا الكواليت عشرون احنا كلم علينا رب ده هو الاسو ده اللي هو بيشتغل يعني ايه? يعني ما بقاش او بروضاكت بس. بقى بتعني ايه? بتاع كل بتاعك الامتاج. بتاعك اجراءات الامتاج. الكواليتي بتاعك المنتج. يعني الكواليتي بتاعك كل حاجة. تمام? بمعنى. انا بس عشان انتك اي حاجة محتاج للايه? فاكرين? 4M. من باور. ماتيريال. مالي. خلاص? الكواليتي بتاعك الاربع حاجات دول. الاضافة بقى. حيبتلي ميمان هنا بقى. وهيبالينا بقى. وهيبالينا بقى. وهيبالينا بقى. وهيبالينا بقى. يبقى الكواليتي بتاعك ايه? عشان ايه? النقطة دي هقف عندها شوية ليه? لانستيل لغاية دلوقت. الكالتشر بتاعتنا ما هياش. اه. يعني ايه? ما هياش جود اناف. ان هتستوع من هزا. باهمية هذا الكلام. كل واحنا لو رضا. للاسف. اه. فاكر انه انا ما هياخد شهادة. هي خلاص. يبقى هو خلل الايز. يعني بشكل او باخر. ففي ناس للاسف بتاخد شهادات دي. بلغير ما تستحقها. بتدفع بقى بتعمل بتتصرف. اه. شفيش في ناس بقف النفوس ممكن يشتروها بشكل او باخر. للاسف. اه. جالي ورا شهادة. انه وقف على الامر لا. يعني انا. يعني الفلسونالي. ودي الحاجة احب او اضحها او اقولها. عشان بس محدش قولي. ما هيشكة فلانية عندها ايزو. انما اه. زيها زي غيرها ويمكن تكون اوحش كمان. فالده انا عايز اقول. قلت اشهر ناس ايزو. يعني ناس. مش مجرد انها جرت ورا الشهادة. ودفعت سلوس واخدت الشهادة واستعجلت عليها. او يلا اخواننا فدر انا نشوف فاكدنا هذا القبيل. وعلى فكرة. في كائنات كبيرة وشركات كبيرة. خلي بالنا. او تقول كلام ده انا حاجات صباح يراه. لا. عشركات كبيرة وحاجات كبيرة. فالقواليتي اشير آس. عبارة عن ان انا قواليتي بتاعت. السيستم. اللي هنتكلم عليه اللي هي بيسكلي في الايزو نفسه. وبنتكلم من جوها القواليتي اشيرانس الموجودة من ضمن ايه يعني بيطلع من الايزو. QA to C. القواليتي اشيرانس للسيستمز والبوسيديور ويكمدكم للاخر. وقواليتي كنترول للماكيريال. وكل حاجة قوالة كتوبة على كل حاجة على المصطعيات نطلع على طب تقوالدية ماشمت احنا حقد احنا اتكلمنا برضو ما قولنا بنتكلم على الالفات انا عادي اقول برضو ايه شوف احنا فين يعني احنا بالكتير اوقفنا هنا عند قوالدية كنترول قوالدية أشترونس عندنا فيه طبعا اشتغلنا كلام ده كثير اشتغلنا كلام ده من التسعينات انا قولو كان اول ما اشتغلت على الالفات اشتغلته على الالتنين والتسعين فمن زمان يعني ده الوقت خلاص بعد حاجة وعشرين سنة ده الوقت تجري بشكل رعيب فالعايز اقوله ايه؟ احنا لا كلاب نتكلم على صوت الالفات ولا على السكسين ولا على السكسين ما لسه العالم اللي بتقدم النهاردة الكلام ده ايدن بالنسباله يعني ده خلاص ده اتسماست او في الصين او في كوريا او في العالم اللي هو عايز يعني يقول بحقيقة ما عندوش الكلام ده انا الغد نهاردة ما نش قادر مش ما نش قادر الكالتشر العامة مش قابلة ان انا اخش في الايه؟ في ال بالشكل المهود ندخل فيه عشان يدوب نحصل على الايه؟ الايه؟ وطبعا ده يعني يعني انسان بقوله في البلد والده الحرام ما تقولش والده الحلال حاجة يعني ان عشان شركة اخدت مثلا ما اخد الاجل مثلا بالغلط او يعني تخشرت شهادة او بالبلد تجيلة ضربت شهادة بشكل او باخر خاصة عليها مغير ما تستحقها فبت ايه؟ بتخلي موصي صومة لك الواقع الامر ان اللي ما عايزوش قوالتي عشورانس عايزو معرض تماما لانه يا 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 انه يعني ايه؟ لا بتاعه بيقل ويقع بسرعة جدا شو انت قوالتي ما عاش نتكلمنا قبل كده عليه اه يعني استاذنا الكبير والله يرحمه ده من علماء بتقول ده قوالتي ما عاش نتكلمه ده توفى بقى لك مستفى السنة واللي حاجة الله يرحمه استاذنا الكبير وفهم فيه في مصر كتير طبعا بس مش كتير اوي في مجال الكونشواء الله ان نحاول انها برضو نعمل اه يعني ده تقول ده قوالتي ما عاش نتكلمه بتاعه كل حق كل حق المكان والزمان والشغل والماتيريا كل حق يعني والاضارة طبعا خلاص بعد جدا نتكلم عن ايه على السيكس سيجما اتلمع كاميرا بلو في مهضر الفتح بس انا ده انا كنت ارقزة بوجودة بقول مع المانش معمولاتي انا كان في دماغي ان انا هجيب بإعجاب اولاني عشان اللي رجع فيه يعني ايه قولتي يعني ايه وقررت ان انا هجيبوه صويل قوي اشكر ان انا اتواصل منه وشاء الله يقل نهاره يقل مبادئ سيكس سيجما دي دي أصلا statistical method أي معنى البيل كورف إن إيه إن إنت سيكس سيجما البلنسبل بتاعه إن إنت إيه إن إنت عشان إنت يبقى اسمك سيكس سيجما لأنه يبقى عندك الدفاكت بتاعتك 3.4 دفاكتس يعني كل ما تعمل مليون عملية لك 3.5 3.4 أو 3.6 كل ما تعمل مليون حاجة تبقى أنت عشان بتاعك إيه 3.4 فإذا طبعا دي رقم يعني مش مش سهل الوصول له تمام سيكس سيجما في حاجات تتعدي سيكس سيجما دلوقتي زي الطيران زي المشايا الفضاء زي كان لكم أو الأخري فدي سيكس سيجما كانت إيه بس بتتكلم على الرزاتش بس لما طورت بقى الوعدين سيكس سيجما كانت يدوب طريقة حسابات كان موجود قوالية أشرولات وكان موجود قوالية كنترول برضو فالستاتيستيك بتاعت العمليات وتاعت النتائج كانت بتبقى إيه بتعملها الحسابات بتاعتها سيكس سيجما عشان نشوفه دين سيكس سيجما أو هي كام سيجما أو أو الأخ إنما دلوقتي ما بقتش مجرد أن هي حسابات بقت سيستم سيكس سيجما طب وهنا بقى بقى فيه الجريم بلت والبلاك بلت والمصر بلاك بلت اللي هم الناس التريند بقى على سيكس سيجما وعلى اللين سيكس سيجما السيكس سيجما انت بتاخد الوصول اللي عندك والبروستيز زي ما هي اللين سيكس سيجما فكرة أبقرية بتعمل ايه بقى بتدخل على البروستيز البروستيزر بثاعتك أو السيكس أو البروستيز اللي عندك وأي بروسس مالوش لازمة أو ما هوش ضايف لن تضع على السيستم أو على المصر بتلغيه ده بقى اللين عن السيكس سيجما بالإضاءة بقى شوية طواعد تانية كمان فدي كلها طبعا ايه؟ ده كانت متخصصين وده ما اتفاقنا أحد كانت متخصصين وده ما اتفاقنا أحد كانت متخصصين يعني مالوش نتيجة مالوش نتيجة أوه وما قالوا للفشل أو للضياع أو ما كانت ما مصل نفسنا احنا هنا فين؟ احنا هنا قابلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة في الهيستوري بقى الهيستوري من قبل التاريخ كلهم وورانا ايه؟ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أخبار التاريخ كلها ده غير ده؟ يعني في كم ملاحظة عايزة أقولها عشان نعرف أهمية أنها متكلم في الهيستوري في الهيستوري أو في الهيستوري اولا احنا فين؟ موقعنا ايه؟ احنا موقعنا هنا وضعاف هنا يعني الهيستوري مش كل الشركات السيرتفايد مش كل الشركات السيرتفايد بتشتغل بالايهو خلاص؟ قدامنا لسه ثلاث مراحل دول خلاص؟ دي مقوضة اللي انا بقولها عليها عشان نمعارفين احنا فين وان احنا نحتاجين we have to improve ourselves in the quality systems otherwise we will not reach any results or any good improvement to ourselves لن يحدث تقدم وتقدم حقيقي وفعل في اي مجال وانت ما عندهش quality assurance system or quality system only خلاص؟ دي نقطة دي نقطة الولد النقطة التانية ان دلوقتي عشان انت توسطت تدهز توتوالكي معجمب توتوالكي معجمب بندرس وبيضخل في بقى شيء كتير قوي يعني systems كتيرة يعني 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 مش هنخشش فيها دلوقتي مبالج الناس ونشره في كل البلد فيها ويه normal awards المعيين توتوالكي معجمب والسيكسيجما والنسيكسيجما يبقى اللي يدخل هنا بقى في الquality ويقيف did 信ج ass بياخد green belt بياخد black belt mic بياخد درس Elizabeth اللي بتقول انت متخصص لأيضا تمام دول بيبقى أخويه جدا وجاددين جدا لك لازم يكون هنا في تطبيق لانا انا مقدرش ان انا اعمل اول مثلا عندي واحد ده انا في شركتي ما عنديش ايزو مثلا وعندي واحد مصر بلاك بالت وهيعمل ايه وبعدين برضو دي نقطة برضو عايز بحب اضف معايش انا وقش بقى عن الهاتفة دي وعندقل احنا صراحنا الكلام ده لما كنا بنتكلم على اللقاء اللي قلناه في القوالة في الاول خالص اول المستخدم مع بعض بس برضو ايه انا قصدت ان انا اتكلم عليه من الوضع شوية ندي تيب سوية عشان ايه نعرف الموضوع مهم الموضوع ابتدي اما البروجيكت للشركة للمؤسسة للهيئة للوزارة للمؤسسات محلية ودولية ما فيش حاجة اسمها حاجة تيبشي من غير كواليتي سيستم ما فيش ما فيش كواليتي سيستم ابشر زي معلمون في القليل ابشر يعني ايه يعني انت ما فيش فاية فيك اه برضو نبص ان نعمل على حاجة لما اقول ان انا مثلا انا بشتغل مثلا عندي كواليتي اشيورس عندي ايزو تمام? مش معنى ان عندي ايزو ان انا ما عنديش حاجات اللي تحت دي الحاجات دي كلها موجودة لكن اندر السيستم لما يعني ما ينفعش ان انا اعمل مثلا وانا ما عنديش والد اشيورس ما نفعش لازم يكون عندي يعني كل واحدة من دولة ما تلغيش لمن قبلها لا ده هي النطب لما قبلها يعني الواحد اللي بشتغل في الـ الـ انا لو انا بشتغل في حتى انا بعمل انا بشتغل فورمان كنترول انا بكلم عن الشول اللي هو بتاعنا انما دلوقتي دلت المصانع في العالم كلها fully automated يعني انا اذكر ده الكلام ده من كم سنة من مثلا من اربعين سنة ولا حاجة كان انيس منصور قال له راح سافر اليابان انا قلت لك حقيقه واحد قصة دي برده قبل كده وبعدين راح لزار واحد صاحب مصنع عنده في المكتب بتاعه كده فقال له خلاص اراك نزور المصنع قال له مش اوي اوي تعالى نزور مع بعض وقال الياباني اخر رمحان ونازل ركبه في السيارة ولعه لغاية المصنع اطرب من المصنع راح بالرموت كنترول فتح الباب راح مداخليه راح مجرش السيارة ومشي ونازل دخل المصنع فتح باب المصنع بالرموت ودخل ما فيهوش بنيه ده موحد دي خصه محدش حكاها يعني نزور اللي حكاها وكتبها حلوشناه طبعا ايام يعني ايه ايام شبابنا يعني ايام قلنا عواجيه الزماني فالاوتوميش موجود من زمان جدا واحنا يعني ايه خلاصة الكلام ان احنا we have to do a proper and very strict ومجهود ونبذل خطوات وخططة وواء الاخر ان انا اعمل السيستم بتاعي يعني ده انا حتى ومش ايجو زرتفاعي ان انا تجب عند النظام بتاعي اللي اجمع لي ان انا اعيش لكن برضو ولي قلنا ما تعمل الايزو انا على فكرة مش بعمل دعي الحد ولا الحاجة يعني ايه يعني انا انا بتكلم مطلقا ومجردا والفرق الحضاري احنا شوفناه احنا شايفين ايه الفرق بيننا وبين بين بيت الدول اللي عانق وان اوه الاخر خلاص اخلت حقها بس لدي اخلت حقه نقطة حقه البرابر الوصف يعني ايه الوصف يعني ايه الوصف 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 وان اصري الاخرenta خامس يوم ان اصري الاول كان اصريت 92 اشتغلت عليه اشتغلت عليه اشتغلت عليه في صلو الشيخ واشتغلت علينا مرتين يعني يعني في الانشاء الانشاء الموضوع مش صعب مش صعب بس هو عايز اهتمام واه واختمام ان احنا ننفذه ونعمله ما نعتبروه ورق ولا فايلات ولا فايلات كلام كله اللي يعطقني الأسجد ده ورق كله طبعا يعني كلام مش صحي 5th edition defines quality management as follows التعرف الquality management as follows Coordinated activities to direct and control and organization with regard to quality إني دي مقموط activities يعني activities زي ما احنا وكلمنا على activities دي في رحلة عادية احنا اتكلمنا على رحلة شرم الشيخ قلنا في activities مرتبطة ببعضها start to start بقى finish to start finish to finish يعني ايه مع انواع ال relation اللي بين activities to direct and control and organization with regard to quality اللي هي مجموعة activities مرتبطة ببعضها اللي بتوده وبكم ال control control يعني control كنترول يعني 42 من المتابعة و المراجعة و التنظيم بالنسبة للقواليتي هنا سبعة قواليتي برينسبل سبعة قواليتي قواليتي برينسبل سبعة قواليتي انا بنتج لمين انا بنتج لكاستر خلي بالنا الكاستمر ده عايزين بعضهم نفرق ما بين حاجتين و حاجتين من مين جدا عشانا بابرروا ايه يعني عارفين الكاستمر ده هو اللي بياخد مني يعني هو في خطوات تبقارب بعضها خلاص يعني انا الوقتي ممكن اعمل برودكت فاينال برودكت ايه ايه يعني منتج نهائي بجدي الواحد المستهل او منتج نهائي او بس اللي يدخل في تصنيع حاجة تانية بعمل تلوس عربيات بعمل اي قلوب حنافيات بعمل يعني اي منتج بعمل كراسي خشب بواديها مثلا مصنع خشب عشان الملاحة كسوة او وهكذا يعني ايه فاينال برودكت اللي طالع من الوحدة بتاعتي انا الوحدة بتعمل ايه بتعمل فاينال برودكت تطع ده اللي هو بيسمو ايه الاكسترنال كاستمر فيه انترنال كاستمر بمعنى ايه انا دلوقتي عندي اه مصنع خلاص او انا بقول معاشة هنسهلها هنقول مصنع كراسي مصنع كراسي ده عبر عن ايه نجار اه يطل بعد كده على اه التشتيب وبويا وكلام ده كله سكان لوسي وزكان وزكان قال كده بقى بيطل على التنجيب باقي بيطل على ايه على التشتيب فالراجل اللي هياخد الشسير خشب عشان اه ينجده مثلا عايز فيه حاجات معينة ده اكسترنال كاستمر بياخد من الستابل اللي قابلي يعني الستابل اللي قابلي بتعمل منتج اقومي منتج ده عشان يعمل اكمله والمنتجة ده في الاخر برض يقوم على الحاجة ثانية عشان يكمله ففيه اكسترنال كاستمر اللي هو بياخد الناتج بتاع الوحدة اللي عندي او الفاسيليت اللي عندي بياخدها مني ده اكسترنال كاستمر هو بقى بياخدها بيخطها في صناعة تانية ايه ايه حاجة تانية ده موضوع اخر هيدور فيه سبلاي شين بقى بيخط في كلام تاني إنما فيه حاجة اسمها إنترنال كاستمر لو إحنا جروب وفيه بروسس فمصنع مثلا مع مرحلة تسمع مرحلة تسمع مرحلة تسمع مرحلة زي مثلا مصنع القماش فيها الأول مثلا غزل أي مرحلة بتاع الغاز دي بدل للنسيق فبتاع النسيق ده اسمه إنترنال كاستمر اللي هياخد منها الغاز وبعدين فالنسيق خلص عايز يودن نسان للصباغة فبتاع الصباغة عايز ياخد ايه؟ عايز ياخد ايه من ايه؟ من متاع النسيق فبتاع الصباغة يعتبر اكسترنال كاستمر اللي بتاع الغازج إن كل واحد فيهم عايز لفل معين من الاخوالي دي عايز لفلتي معينة عشان يكمل عليها فعشان نعرفين بس الكاستمر فوكس أنا عندما أعمل إنتاج بل هو الالكاستمر سواء الكاستمر بتاعي إنترنال كاستمر لو أنا بشتغل في حاجة فيها يعني إنتاج معين أو إكسترنال كاستمر لو أنا بتطلع الـ بروتاكت بتاعي سواء بروتاكت أو سورفيس لإيه؟ لبره الوحدة بتاعتي خلاص بسطلع أنا خلاص أو مخلاص بل اسم إكسترنال كاستمر يعني دائما الكاستمر لو متطلبات ولو وعلى فكرة الـ دا ما كانش موجود الأول دا في 92 و 98 كانش موجود كانت إنها يبقى يكفي بالنما بالتقفية دي لأن فعلا هو دا صح يعني أنا يعني أنا عندي إيه؟ الموجود إن أنا أما باجي بعمل إنتاج إذا ما قلنا أحبب بوصل ثلاث حاجات والـ 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 مش كده؟ لا والـ ماشي ماشي الحل؟ زاد عليه بقى إيه؟ على الـ على الـ 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 ليه بقى؟ إنك ما هو متعمل الثلاثة دول إنه على الـ الـ مش مبسوط في نوع أو حاجة مع تانية أو مش مقتنع بالـ بالثلاث حاجات دول عرغم إنه إياه فيهم يعني أنا أجاب لك منطق في وقت وكبايس وفي والـ 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 أنا ما هو مش رات فيبقى ما عمليناش حاجة يبقى الـ والـ بيدخل في إيه؟ كأنصر دلوقتي في أي سيستم ما هو الليدرشيب فعنا قلنا أول لقطة لـ وده حتشترع بقى إن ديتيل لما لدي نتكلم بقى في الأجزة الليدرشيب 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 دي ليها القيادة احنا تكلمنا على برضه على القيادة أنا في الأس كتير قوي بتسميها صفت صفت سكيلز أنا مش من أنصار الحكة دي بصراحة يعني أنا هو مش صفت سكيلز هو مفروض الإنسان اللي يشتغل يعفوه إن احنا الـ الـ المنباور الماتيريال الماني هام حاجة فيهم المانباور دول كتيرة جدا يعني دولة زي اليابان عندها مانباور الماني عندها مانباور دول كتيرة جدا الإنسان الإنسان هو الأساس للنهضة الـ التواصل بتاعته كويسة والـ التواصل بتاعته كويسة والـ التواصل بتاعه كويس بقيت الـ مانباور عليها ده في حاجة عند اليابانيين اسمه الكوليك يعني في اليابان في إدمان للعمل يعني روحوهم غصبا عنهم يعني أم روحوا بقى فطبعا دي يعني ايه دي حاجة قديمة ما سمعتهاش من زمان لك برضو ايه حافظ بدي حبيب برضو ان انا يعني اه انقلها لكو يعني اني يعني مش انا جاي بقى الشغل بقى عشان اخلصي يومي عشان اخلصي يومي عشان اخلصي فلاص او قديني بسادت خانة وبخلص وفلصي لا يعني بيخلص الشغل وعايز يقعد يكمل يستمتع ودي من اجمل الحاجات اللي ممكن من اجمل الارزاق ربنا ارزوك بيها انت مستمتع يعني مش تست اكل عشو بس طبعا اكل عشو بس برضو ازا يعني افتارا احنا بنجريش ورا اكل عشو بنجريش ورا رزقنا احنا بنعسع ربنا ضمن الرزق ضمن الرزق يعني انت وانت في بيتك ربنا رزقك بحاجة تفير جدا انت يعني تجيل الخلاط عنك بتحصل يعني يعني الشباب اللي زينا شافوا عاجة ان انت كتير قوي قصص يعني لا يتخيالها بشر يعني لكن احنا معمولين بالسعي فالحقيقة اليابانيين عندهم حكا اسمها اللي هو مدمن شغل يعني روحوه العافية الشروك يقوله الامر اوه فاكفاء عليك اشنو فدي فعدي ذات عام واحد طبعا الصينيين برضو احنا عملا الصينيين كانوا شغالين ما اللي بتكلموا ولا بيعلنوا عن حاجة بس الهائجات الكورونا فضحتهم واسبتت العالم كله ان الصين بقت قائدة للعالم كله تكنولوجي و اي تي وعلوم طيب الليدرشيب قيادة قيادة اللي بتقود أو اللي بتقود المؤسسة أو اللي بتقود الشركة ليه بقى محتاج القيادة هنا بنقول ليدرشيب ليه ليدرشيب قيادة يعني برضو تكلمنا عن فرق بين القائد و المدير القائد ده القائد ده بيخلي الناس عايزة تعمل اجمل حاجة او احسن حاجة او احسن ما عندها انما المدير او بيشتغل يعني بيشتغلوا بكواهي جيس و كله عنه بيشتغلوا بكواهي جيس لكن مش بحماسة طبعا عندي leadership ولا بالكواليفكيشن ولا بالكواليفكيشن لو هو اللي عليه leader اكتر ما هو manager و زي ما ادفعت برضو احنا من حوالي 12-13-14 سنة جده في الخاف الامارات كان بيكتبوا على مكتب دي مشروع مسبطير مشروع لا project leader خلاص leadership need to provide unity of persons and direction محتاجيني leadership لإيه عشان يبقى واحدة الهدف واحدة تتجاه لو الموضوع مش leadership لو الموضوع هو manager خلاص وهم كده يتفكر بافكار مختلفة واحد عنده فلوظفي معين مختلفة واحد يفكر بشكل معين واحد له هدف معين لا leadership بتخلي الناس كلها بصة برؤية واحدة مش مخصوبة عليه خلي بارك خلي بارك خلي بارك فنو كفار حنا نتكلم عن leadership مش على استبداد مش مش على استبداد الله رحمة شيخ عبد الحماني كوبي مقال ليه الاستبداد هو ايه؟ أصل كل فساد مش استبداد يعني محتاج اعتقد ان هو هامل فيها عبده المستبد بقى وعبده الوصف من نفسه وعفضل اللي حيمشي النازل على كيفه ويقول انا مدير كويس او انا مثلاً ريدر، لا هناك فرق ريدر بيخلق بيئة صحية القائد بيخلق بيئة صحية اللي كل عضله في الفريق أو في الترنظيم بيبقى توجود عشان يحقق الاهداف هي دي مش نواضع رجل وراه وابتاعه واللي بيشتغل بيشتغل خايف اللي يتعاطب وبصعر قال لا مش عارك ايه بصعر قال ايه او يلا فلص الكمس ساعات طوال عشان نرحق نمشي لا خليك تحب الشر يعني يعني هي مش انا مش بتكلم كلام عنك الخيار ولا كلام خطب ولا كلام متاعه كلام ده احنا عشناه ودينا طبعا انا يعني انا مرتز جدا بمصريتي وبادياني هنا بالاسلام والمسيحية واليهودية حتى لو هما يعني لو زي ما ربنا نزلهم يعني مش زي ما الناس اعتقدت انها بتأملهم المهم المهم هل نتكلم كلام ده وعدت كيه بس خلينا نتحرك لانا هلس ايه قدامنا نشرطة الناس دي نقطة التالتة في الايه في السبن قواليتي مانجمت من سبس اللي المبادئ السبعة القواليتي اللي اشتغلوا منكو في شركات اجنبية شكال ما بتعرفش عرب اول كلمة على الفكرة انا مرتز جدا بعروبتي مرتز جدا بمصريتي مرتز جدا بمدين مرتز جدا بانسانيتي بس انا دائما بحب اخد من كل حد اشتغلت معي شماليبيين ايه اللي عندهم مسيالة او ايه اللي عندهم ان اشتغلت مع كل الناس ما حسيتش ابدا ان احنا كمصريين ان عندنا حاجة نقصانة الا ان احنا ايه نتقد له من الاخر يعني الامر اللي جايل لنا يعني فالمهم فالانجمت اف بيبل بقى اللي هو الانجمت اللي هو الارتباط بتاع الناس اول ما بتتصل في شركة اجنبية ما بتسمع كل من الاول كلما تقول كووimento حد اوおい فإذا كانش الإنسان متعاون وبيقالد لما هو متعاون من كان اللي هو فيه الأمور ما هتبقى 100% ولا هتوصل للرزولتس اللي هي المصطبة التواجد والإحساس والفهم للناس بيخلوهم بيسمحلوهم أنهم بقى إيه بأفكتب أوبيرش بيعملو كوكريشن يعني إيه زي ما قلنا المشاركة مع بعض في إيه وصاروا بفول إفكتب أفرط بكل طاقتك وبطاقة إفكتب هي إفكتب يعني سليمة يعني ومؤثرة إفرط عشان نوصل للإيه للهدف أو المكسب بتاع الأورجانيزيشن اللي يكسب في الآخر الأورجانيزيشن أنا بكسب آه بكسب ريزي ربنا كتبولي كل حاجة لكن الناس كلها مع بعض بتسبب في الأورجانيزيشن أنا بتبقى عندها بنافت بتكبر بتكبر أنا بكبر معها يعني أنا عبقى ممبر في شركة كبيرة ونجحة هبقى ناجح لو أنا ممبر كبير قوي يعني مدير عم في شركة تعبانة ونجحة يعني iterارة أي يبقى يعني الابج المغرب كل واحد فاهمين طبعا كذا الـoress approach الرابع مبدأ في الـquility management through process approach to achieve the results efficiently the resources and activities need to be managed as processes process approach يعني ايه بقى؟ يعني ما فيش حاجة يعني كل حاجة في الدنيا الليهاوجد ولها حاجة بتخلص ومتخلص اللي وراها بتخلص اللي وراها مش تازم اللي وراها يبقى ممكن احصل حاجة معينة والحاجة التانية عند نورة المعينة هيتقبلوا مع بعض هيعملوا منتج يمكن بعمل منتجين جميعا خلاص بلاحظة حتحطوا مع بعض نوع تالت من المنتج ويمكن يبقى منتج نهائي ويمكن يبقى منتج ايه برضو لانترنال كاستمر لتتعامل الريزورس والاكتفات يبقى الريزورس والاكتفات حتتتعامل كروسس الريزورس يعني عملية الريزورس يعني الريزورس لا مدخل ولا اعمليات فيها ولا مخرج حيبان حيبان ان اي حاجة في الدنيا عندي مجموعة عناصر بتدخل في الاول خالص بيدخل بينطبق عليها بقى أو بتطبق عليها مجموعة اعمال 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 متأكلك في حياتك لو تذكروا انا بقول لكم ايه ودي ربنا سبحانه وتعالى الهم الموضوع ده في حياتنا ان احنا قلنا عشان تبقى مدير مشروط دولي وتبقى يعني ناجح في ثلاث حاجات حاجة فاكرة من اقولها تاني عشان ان انا بنفتقر ان العمالية اصلاها مشكلة ولا معلومات ولا معلومات ولا تعالى انها انا بيهيفيور برضو انا لازم كاتشور لازم ايه انتهي جاهزك كريم قلنا اول حاجة ايه اللانجوش اللانجوش ثم اللانجوش ثم اللانجوش وقلنا لو انت معك عشرة دكتورهات واللانجوش تعتك تعبينها مش هتقدر تتقدم نفسك ولا حتى هيقرافك ولا حتى هيقرافك ادي واحد ثم اللانجوش طبعا هبتكلمها الانجليش دلوقت نحن هي اللغة اللي هي السايدة واني احنا كعرب اللغة العربية حكمت العالم سبعمائة سنة بعدل وكان المثقف اول اللي بقعرف اللغة العربية ولو شفنا دلوقتي يعني مش هنقضت في تلم دلوقتي المهمة فاللغة العربية سارت العالم منذ سبعمائة سنة فهيانا احنا ما حاتش احسن مننا احنا نرجع لليه الكلتشور ويقيم بتاعتنا حتى نرجع نقول العالم تادي فالانجليش ثم الانجليش ثم الانجليش وبقدر ما انت انت تحقيبك ويتقويجه وهنقمله هتلاقي ناس انت ايه النقطة كان بعد 3-4 عسياتين لازم بتدرس مانجمنت لان انت خلال حياتي حنا ببتدي تكنيكل حنا ببتدي وانجلي وانجلي مواقع بقى 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 وراء العمال والصناعية واللي كان بهم الاخر او معنش في المتكب الفني عمال بقى بعمل صف متاس عمال بقى بعمل رسمات عمال بقى بعمل خلاصة عمال بقى بعمل اي حاجة فلاحظ عمال اللحظات اقول لي ايه امسك مدير مكتب فني طب اكتب مدير في مكتب فني يعني ايه مدير ما نبعاش عن ايه مدير هي مش مغارة ترقية مش اقدمية مش عايز تنوات خبرة لا هنقولنا مغارة لقى ايه الفيتيجيات ماشي ده ما بكرر النقطة دي عشان يعني ايه دي اهم النقطة دي الاساس بتاعك يعني لو انت خدت الـ PMPهابت كلام دا او PINSTRUMENT خشت كلام دا الـ IPM لا يمكن طبعا حت اخد كلام دا مغير ما تكون الـ IPM قايمة على تقييم الانسان مش المعلومات اللي عنده او مشتصة اللي خبرها فا بس يعني كان المهم فالـ Инفرومنت دا تالت نقطة بقى ايه ان انت ما تتغرج اللي ايه يعني ما قولش بقى ده انها بقيت بقى الباش مهندس اللي ما حصلش ولا بقيت المدير اللي ما حصلش لها انت لازم تعمل نفسي improvement كله وما تسبش improvement مش ان انا اقعد اذاكر ولا اخدش هدف دي وفدي وفي دي اخد حاج مشاعرات كلها يعني الحاجات تتعلم وما تسبش حاجة ما تعرفهاش في اطار شغلك وفي حدود مسئوليتك يعني دي المشروع لازم يبعارف يبعارف كل الناس التحتية بعد الوقت حكي لنا على الهاجر التنظيمية يعني لازم المدير مشروعي يبقى فان قوي قوي يعني الناس اللي عنده تشغل ازاي ويضيرها صح وبيقودها صح فده improvement ده shall be the permanent objective of the organization انا جوه منظمة انا جوه مشروع الناس اللي معايا كلهم لازم اعمل improvement لكل واحد فيهم لازم اعمل improvement لازم اعمل improvement لتحسين لكل حاجة ما تشغل تقف في مكانها لا تقف في مكانها ولا يحصل لها غرور ما قولش بقى دهنا بقى المغانس اللي ما حصلش دهنا مش عارف ايه اللي ما حصلش لا يعني لا يتغرر الواحد لا يتغرر الى بعلمه ولا بماله ولا بزكاؤه ولا براحل خاص انه لازم يعني ايه يظل ان هو يعني ايه يطور في نفسه اه ما يبعدش بعيد عن التطورات طبعا هو بقى صعب جدا دلوقتي لان دهنا كل يوم كل يوم بتترك حاجة دي ده يعني كل يوم بتشوف التخضم علمي لان بقى التخضم العلمي اللي نورده والتكنولوجي بقى يعني يعني بقى كل ساعة مش مش كل يوم او كل اسبوع زبع زمان كل ولك اليوم الشهر ما يذكرش يبقى خرج بره العلم والمروتي اللي عد عليه ما يقراش او ما يتخلاش او ما يفهمش تبقى مش كله طيب evidence based decision making دي النقطة السادسة يعني evidence based decision making دي التحليل المنطقي والحدثي للايه لبيانات يعني انا بابني بابني قراراتي على ايه على بيانات تحليل على التحليل وحدث يعني التحليل صح واحساس صح بخبرة صح وبقواعي علمية صح the logical اللي هي المنطقية والintuitive analysis of data يعني الديات اللي عندي لازم ايه عملاها logical özم الاناليس وَتتحول بقى واتحول ال data دي تتحول لي ايه ال information بحول الذي بشكل ال information لدeverytable ال information اللي بتبقى عندي ال data دي مجموعة حاجات كثير اوس بالجين يعني معه دي حليلها وعملها و iterationها ومت설م عينها فالأخرا لو بتبقى عندي ال data بسماء prob forte بتاعته بتاعت الشغل بقى وبتاعت كل حاجة والنهاردة زي ما قلنا برضو الكلام ده انا حسيته من 2000 يعني اول ما بدأت ادرس الماشي بتاع المشكلة يعني سواء كويس يعني ربنا الهمني بل من قلت ان اننا معانا الاربعة مش هيكفوا اللي معاندوش very strong IT information technology لن ينجح حاجة الناردة كل العلوم وكل المؤسسات وكل الانتاج كل حاجة قايمة على ال IT internet of things بقى وجي 5 كل انواع كل حاجة بقى تقايمة على الكمبيوتر وعلى ال knowledge طيب ال 7th ال 7th اخر واحدة بقى relationship management this relation between us and our subcontractors and suppliers will enhance our mutual abilities to create and define هنا يعني الكلام يمكن ايه بحضوط شوال احنا متكلمنا عن قلنا ان المدير المسنوع احنا في الاول زمان كنا بقى 70% من وقته للايه communication دلوقتي بقى كمانين زمان اوي دلوقتي بقى 80% من ايه من ال time project manager او اي 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 corporate manager كلمة management دلوقتي مرتبطة بال communication وكل ما انت نجحت ال communication بتاعتك كل ما انت هتبقى يعني ايه مدير ناجح او مدير ناجح او مدير ناجح او قطة مارس ناجح فهنا بيتكلم على ايه بقى relationship الالاقات اللي ما بين الناس وبعضها يعني انا كمدير او الناس وبعضها عموما فكرة دي انا مش تتكلم عني على leadership بتكلم على relationship relationship الالاقات بين الناس وبعضها يعني كل ما انا نجحت ان انا في leadership بتاعتي ان انا نخلى الالاقات بين الناس وبين subcontractor وعلاقتي بالكل سبكتناس بتاعتي واجسة وواضحة وصريحة وفير وسبلار بضوعي واضحين وفير دي بتخليني بتخليني الميتيال اللي هو الامكانيات مع بعضنا بتبقى ايه بتخلق وبتاد فاليو بتعمل قيمة مضافة هنا برضو بنأكد برضو على اللقطة هنا احنا غالباتنا طبعا في الغريبية مهندسية برحمة كانوا في الإدارة على فكرة ان شاء الله قبل ان تسع بتناعذروا عليه برديو كلام برحمة وبنقوله تاني وفي كل فرصة بنقوله تالت من قوة المقاول ليس و حسابه في البنك المقاول السابق Liu لانقاول مكنة المقاول الفيديو أم وانقاول او بعمل اي بروتكت وعندي سبلاير او سبلاير او سبلاير او كونتراكتور انا ما اتفق معايا المستخلص بتاعي هيجي هتغط حقك ومستخلص بتاعي بتاعك بتاعي جالي وما اددش السبلاير بتاعي هو هيقرض ما اعملش بلاش ان انا هستغط نفسي اسكى من حد اخسرت سمعتي وخسرت نفسي وحقع نخلي بالنا حتى لو ظهر لغير كده يعني اي اي مؤسس او اي شيء او اي حاجة بيبقى فيه ناس دايما ودول بيبقوا اساس البوازان بتاع اي مكان لو ما بيسموهم اهل السقة انا مش بقولش في اهل السقة بس يزم اتوخى وانا كمدير او انا كمسئول اللي بيوفيه الناس اللي بيوفيه على طول وابتديني اللي انا عايزه ده مهماش اهل السقة مهماش اهل السقة يعني اهل السقة اهل السقة الناس اللي هي بتتقل الله اهل السقة السواء اللي بيسوئل العروية بتاعتي ما يشوفنيش مخطئ في حاجة ويقول الله ينور لا يعني السواء بداية لو شافش بسلم حد يقول يا باش مهندس حددك سلامت الراجل ده بالنص وتقبله منه طب ليه اولي وجهة نظر وحيقولك مش عاجتك مش كده بتاعوك عاملها وتخوضها تدرسها صح وتتراجع صح وترجع في كلامك صح وتظلمش حد يا باش مهندس انت الناس بتعصبت اوي في الموقع وعلى حاجة بكيتش تستاهل المنظور فيه كذا 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 ده ملاحظ عندك اسمع الكلام وشوف ايه الكلام ده ايه وديه مش ااخد بقى تاخد من العزة بالاسم ، لأ ده انا بقى لي مش عاجت ايه لا ده انا بقى لي كالجين سنة بشتغل ولا كالجين سنة بشغل ده انا درت مشروعة بمجرات ده انا عملتي ايه ده انا ايه ده انا درستي في كلياف ايه لا الواحد فينا لازم يبقى عنده يعني ايه العلاقات الكويسة حتى عادة هتكسب كل مشروب بيجي لك كل عمل بيجي لك زيادة كل شركة بشرفية زيادة يعني ايه؟ بتكسب منها الناس ونصح بايب دول السباح دول السباح حاجات اللي قام عليها نظام الايزو واي نظام في الدنيا هنشوفها من الوقت هتكلم معلوم من الوقت طيب دول السباح حاجات اللي قام عليها اشتغلت اول حاجة اول حاجة اول ما اشتغلنا اشتغلنا بعد كده على حاجة 92 وبعدين يعني ايه؟ ستغلت بره بقى فكانت بالإعجاب كنت بقى بروجيكت ماناجر يعني الاختبار بتاع شركة اولات او بروجيكت الكوال ايه موجود وكوال اشتغل الناس موجود هو اللي بقيه نقولت اللي بقيه نقولوا هو اللي بقيه اه وعتقد ان كنت اعمل الكلام لزمان اوي بس كان على 2008 خلص على 2009 ذا ellerاسو成绘 أو كلام هوا موجود ضمن 2008 version owner she designed to apply to all types of business and focuses on delivering custom satisfaction دي متصممة الايزو 2000 متصممة ان هي تتطبق على كل انواع البيزنس والاقوية الاعمال وبتركز على ايه؟ على الكاستم ساتسفاكشن وزي ما قلنا كاستم ساتسفاكشن ما كانش موجود زمان يعني في التسعة تلاف واثنين في الاثنين وتسعين بوش مش بقلمة دي كتير التمانية وتسعين برضو كيتش قوي انه موجود كاسم ساتسفاكشن ايتم وبتكلموا عليه وازي تعملوا وازي هواء الافرحة تشوف كلمة دي هناخده نقطة نقطة وحت حتى وان شاء الله يعني حيوصلكه بسيط جدا وإي ريكماند ان اي حد انشرو هذا الكلام اللي هي المحاضرة دي واللي عاجعت المرة المرة الجاية يقعد اسمعها عشان دي فايدتها عالية جدا 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 ده الاساس للنجاح الاساس انتشار في اي حتة والشركة اللي عام اللي عايزه دي اي انسان يدخلها تاني يوم حيكون يشتغل زي وزي غيره هتعمله تلين وزي غيره تلات دار مع ساعات هيرت شرطة دي مدير العام بتاعها مين ودا مين ودا مين ودا مين البروشيزة ده اي شغل اي شغل اي كلها وفاق وبتاعها هتبقى التاني يوم او تالت يوم بتنتك انت مش بتتسبقها هتقعد عشان تفهم الشركة تفهم نظامها تفهم انت بيتكلم مين ده بيعمل ايه مش هتقعد اسبوعين ولا ده سريع ولا شهر عشان تفهم ده مين ولا ده ايه ولا تفهم ايه لا هكا نظيم الشركة واضح كل واحد شغله ايه حدود بتاعه ايه وبيعمل ايه انت ريبورتنج لمين مين ريبورتنج ليك مين البروشيزة بتاعت المجاعد ايه المشتروات ايه بروشيزة بتاع التعيين ايه بروشيزة بتاعت اي حاجة ايه واضحة كل حاجة قدامك انك بتاخد الحاجة من اول يوم من اول ترينج منت داخل اللي هو الاندكشن كورس بتاع اي واحد داخل شركة جديدة او مكان جديد فيه اسم تزانة توابلي انتوابلى على كل طرم بيجنس لها الفوكس بديم ويلكز على ايه على القانون والدي الكساري في الاصفات الشركة طريقة ايه رضاء العميل وزي ما قلنا العميل نعين انترنال الكستمر اللي هو في النص الأنصاب التعرات باتعنا او الايه او الاكسترنال هل يأخذ الكتنائي بتاع الوحيد الوحيد الفتاقية بتاعتي there's less emphasis on paperwork and each business decides how best to document the planning operation and control of its processes لو انت لجيت وطبعا هنا بيؤكد لك يؤكد لك ده مبدأ ما نقول ان التركيز انتعارة عention على paperwork يعي نشبه اغاثة اسو اه يعني فيه inspection وفي wet朵 وفي وال quality planning يعني بصل ايضو المجموعة الاوراق دي ان تشرب الاورائقBER دي ان تشرب الايضو هذا كلام خاص يمكن زمانا قوي الناس كانت مرتبطة بالفهم ده لأنه ده اللي كان بها في الشركة عن شركة إنما إنت النهاردة لو دخلت لو دخلت على جوجل ودخلت صلي كده أقولت له أنا عايز الفوربز بتاعة الأزو ساعة ثلاث وواحد حتلاقي مليون فوربز الشطارة هنا فين بها مش الفوق مش الفوربز الشطارة يعني هنا ده الكلام نتوضعه there is less emphasis on paperwork and each business decides how best to commit the planning operation and control of its processes يعني كل مؤسس هي اللي بتحدد إيه البست الدocumentation بتاعي البست بتاعي لplanning والoperation والcontrol للfunctions والمارجن بتاعتي أنا اللي بحدد أنا اللي بعمل دزارة وفوربز أنا اتكلمنا عن دزارة وفوربز أنا معتقت أتكلمنا عليه هنا برضو في الخطوة الخطوات الفتر وأنا بوص والله الناس كلها بتعرف النظر عن الشهادات أو عن أي حاجة أني راجع وكالبدة تانية وموجودة وكالتخيره المشوانش محمود العمل كل ما قطع كل الفيديوهات فأضل له حاجة زيارة في مية كبيرة لو كل يوم تبص كده على الموضوعات وتبص تراجع وتبص تفيدك جدا 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 وخصونا اتكلم لكم من حاجة برضو خلال ست شهور اللي جايين دول البوم اللي هيحصل التقدم والمشروعات اللي نازلة أكبر بكتير من خيال أي حد أنا بقول لكم مشكلة دي مش أمنيات أو مش أمنيات أو أحلام دي معلومات من المصدرها يعني أو من الكنترول زي ما بيقول نحضر نفسنا خلال السلسل اللي جايين نحاول قد ما نقدر نرفع مستواتنا لو أنا بشتغل تكنيكل على التكنيكل لو أنا بشتغل تكنيكل أو حاجة أدخل على البيم وأدرس وأهتم بداعي الماشر دا مش تحتبيني أنا معمالة أخش في معمالة وإنشاء أخش في مشاي لو أنا بقول أن أنا أتخذ بحاجات الغرية اللي تست لو أنا لازم لازم أعد إيه بروز المعجر مثل أعرف يعني إيه بروز المعجر لقيت أن أنا أقدر أخش الـ IPMA وأدرس وأخذ بتاعي ماشي لو أنا أدام بمشكل ماشي مشكلة ومش حيمنع مش حيزا مش حيزا يعني يعني علموا استغلات الفترة اللاجئة دي لأن في السيدسول اللي جايين البومينج اللي حيحصل قد اللي كان موجود قبل للكورونا عشرات المرات وحتقولوا إيه الله رحمه الرجل قال لنا كلام صح ترجم قد إيه الله رحمه وإنه الله رحمه وإنه الله رحمه وإنه الله رحمه أكثر أكثر بيبروك دول الأصدرين المهمين جدا ما تخلي بالنا الآيزو اللي يقول لك ده ورق قولوا أنت ما فهمتش حد ما فهمتش الآيزو الآيزو آه فيه دوكمنت بيطلع بس دل حد الأدنى من الدوكمنت يعني في مبدأ أنا متخز من الزمان حتى من قام كل المسؤول بيطلع السعيد الدوكمنت الأهوص مش دوكمنت قبل ما بيطل اسمه دوكمنت بعد ما يحمله ويشتغل ويبقى فيه الثاتر بتاع اسمه فورم الفورم اللي تقومد معايا سنة مثلا ما تشتغلش أنا أشئلا من السلسط بتاعي مش يا فرحة يا فرحتي عندي مثلا 200-200 فورم في السيستم بتاعي ومنهم مثلا ما بيشتغل لأ يبقى لازم أنا يلاجع نفسي بل ايه وشغل ايه وإيه اللي لو شلته يفرق معايا ويخصر من أو يخصر السيستم بتاعي مش قصص ورق أنا حتى منصلا للوقت برضو حاجات أهم جدا الإيزو ليس ورق الإيزو ونظام كل واحد عارف فيه يبدأ فين ونتهي فين الإنبوت اللي هو عايزو من مين والأوط اللي هو عمل من مين ده الإيزو سيستم طيب الإيزو 90 2015 series إيزو 90 2015 consists of a number of standards في standards standards كثيرة يعني sets out the fundamentals of quality management requirements and contains a glossary of terms smooth across the ISO 9000 standards يعني بيظهر أو بيبين أصص القوالية management أصص ضرور الجودة شروط إضارة الجودة وبيحتوي على the terms يعني فيه terms اللي هي شغالة يعني طبعا فيه terms وانت بتشتغلها هتلاقينا إيه حبان لك يعني حبان أني عندك terms مخصوص بنسبة quality يعني وتقريبا هي يعني الناس كلها اللي بشتغل في quality عارفها يعني ما تخلاش كلام كثير زي construction يعني construction حتى تلاقيها اسمها زي ما أول أسرق في حدادة الملوينة ولا يعني لا يعني أغلب quality assurance الترمز المحدد واضح ومعروف عدو 9004 2015 is a new standard to help with developing continual improvement الوزو تا 2005 9000 4 ده اللي هو إيه إذا ما لن يقوم 9000 1 1 2 2 3 1 1 1 جن 9000 2 بتاع بنضيف حاجة لنا الساعة 2003 كانش فيها design يعني يعني إن بيبقى إيه أخف سويا من الواحد إن بات محددة فالتاعترف الأربعة هنا في help developing continual improvement التساعة لو أنت تعمل continual improvement الإيه system بتاعك طيب The following two main standards المعاييري المعاييري اللي جاية سويا سويا during the system development لازم أخذ طاف الأطبور وأنا بعمل إيه بقه السيسم بتاعي وأنا بقه السيسم بس قويس أول 10 2005 بس 19 2019 2019 development implementation and adaptation لازم وأنا بصمم السيسم بتاعي وأنا بطبقه وأنا ببني يعني وبطبق أول السيسم بتاعك في بتاعه اللهم الأيزو 2005 ده guidelines for quality plans يعني guidelines اللي هي قبضة الإرشادية اللي ليه إن أنا أعمل quality plans التسعة ألاف واحد guidelines for auditing اللي هي المراجعات يعني ده ما في حاجة اسمها internal auditor يعني أي شركة أو أي مؤسسة أو أي حتى فيها عايزو في internal auditor internal auditor دول بهم مثلا أربعة خمسة محجم واخدين ومتضربين بس ده ورقة موجودة مش موجودة لا ده ورقة موجودة فيها ايه متخدم في ايه ومسطقة ده يعني 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 هي تابلو يعني 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 اول مؤسسة في الايزو واحد اللي عمل عندي على يؤدي في السنة اويتوز لأن يوقع ومش كتب التاريخ تحتها عشان كده هذا يمكن يوقع لابن كتب التاريخ تحتها قال لي تاعة دي كانت يعني تسموها ملحوظة يعني مش مش لان كنفرمت فدي انا مستخدم لأن يعني ايه حاجة حاجة تبقى صغيرة لكن مهمة جدا ليه بقى لأن لو التاريخ بتاعها مش عليها ماتقدرش المستند اللي انت خلصت اللي بعد الموقع بتاعة دي تستخدمه استخدمه موضوع يبقى الوحوظة ايه مش عنرف اللي اندي في اليوم خليديك تخط عليه التاريخ فهنا الوحوظة لان الوحوظة أو الوحوظة المنظم يعني 19,000 هو واحد يا اما الوحوظة بتاع 9,000 يا اما بتاع الوحوظة المنظم المنظم ماشي الوحوظة 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 19,000 طيب بقى 9,000 2015 series the whole series of ISO 9,000 publications includes guidance for the standards ان guidance يعني ايه يعني ايه في ارشادات في اشارة كاملة للمعايير اللي موجود عليك طيب بنافتس بنافتس ايه 2001 2015 سرتيفكاش ايه المكاسب اللي بأخدها من ايه من الايزور ايه 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 واللي عايز عايز خلاص يعني حتى في الـ quality بالحصان يعني يعني القصد يعني ايه انك ما تقدرش تغسى بحد انه يعمل حاجة هو مش عايز او مش بيحتاج له يعني يعني انا مش عطسان الانسان اه لازم هو عطسان مش عطسان لازم يحصر بمية عشان كلا بقى ولكن الحصان اللي هو مش عطسان حصر بمية مش عايز خبس فهم جدا 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 ان احنا ايه اا اا يعني الايزو ده اهم للدرجة اا مش كلا مع ايزو كايزو يعني برضو مش تعصب للايزو ولا انا عندي شركة ايزو مشتغل فيها ولا لا انما انا بقى قدر جدا ايه حد يشعر في الـ quality السواء في الايزو بقى سواء في الـ quality management سواء لان ده ده سر للنجاح بقى اي حاجة equality management system provides improved control of key processes كواليزم بيعمل ايه provides بيقدم improved control يعني control اللي هو الرغبة معتمدة ومزبوطة للkey processes للإيه للprocesses الاساسية بتاعت الkey processes بتاعت الحاجة it's okay all employees all employees follow agreed processes for carrying out the key activities كل العاملين follow follow يعني بيتابعوا procession المتفق حليها والمؤترم وإلى آخر for carrying out the key activities ان هما ايه يشتغلوا او يخلصوا الاكتيفز الاساسية او الهامة او الرئيسية بتاعت المكان بايه بقى minimizing the risk of costly mistakes ده هو انا بصراحة مشقول minimizing انا بقول deleting و canceling انت لو استغلت صح ال costly mistakes دي مش حتبعون انا بكلم عن تجربة بس طبعا هما يعني ايه برضو الصياغة بتاعت القانونيين او الصياغة بتاعت الناس اللي هي الجمال بصول والسي تقول برضو بايه بيكون دقاء قوي بتعبراتي يعني اكتر من اعلم واش جدا هنا بقى حنعرف ادي ايه الموضوع بسيط هنا schematic representation of the elements of a single process هذا ال 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 بسيط جدا بسيط بشكل متناهي اولا محش اخترع ده موجود كل جوه ال ال standard نفسه زي ما هي كده زي ما هي cut to paste زي ما هي بالضبط حنعرف ايه الحكاها دي وحنعرف قد ايه سهله وقد ايه النظام الممشن السهل جده يعني انظر ده هنا سنجل بروسس والحقيقة تبسل تقبط في حتة دي ساعات بروسس دي بتتقال على عملية جوه وساعات بتتقال على الموضوع دي على بعض ساعات بتتقال على الموضوع دي على بعض أنا عادي أعمل حاجة معي فنعدي السورس أوف امبوتس السورس أوف امبوتس اللي هي بقا المكان اللي بأخذ منه الداتا بتاعتي اللي أنا هشتغلها في الايه يعني احطبها خلع حتى أعمل عليها عملياك حتى نقطع منها المخرج اللي أنا عادي يعني ادي الامبوتس ايه ادي الامبوتس اهو قبل ما قلنا على الامبوتس بكلم على ايه السورس أوف امبوتس امبوتس دي نعجبها منين هيا بقول الامبوت جاية اللي منين من البريدسيسر بروسسسيز يعني البروسسيز اللي قبل كده زي ما كنا بنقول دلوقتي انا مجوعه مصنع او واحد انتجاه اي حدا احنا كل واحد انا بستلم القطن مثلا بطلعه غزر يبقى انا بتاعي غزر السورس أوف امبوت بتاعتي اللي هو الايه الراجل اللي بيورد القطن خلاص ده السورس أوف امبوت بتاعي بعمل عليه البروسسيز اللي بالنص دي دي وايه اللي هو الغزل اللي انا بتبين مين اللي بتاع الوحدة بتاعت الناسيق انا كده خلصت الرول بتاعي وصلت يعني انا البروسس اواره عن انا باخد data باخد material باخد effort باخد اي حدا وبعمل عليها اعمال مؤينة وبطلع من عام دي output عشان ايه حد يتاني ياخده يتمن عشان ايه بطلدك تاني ياخده واشتغل بيه برا التفاعل فالسورس أوف امبوتس هنا ايه اي بوصس من ابلي تبقى المكان دلوقتي على الغزل وصل من نسيق ايه فالسامبل ات بروفايدرز انترنال او اكسترنال شلطة انترنال او اكسترنال بمعنى ايه يعني انا بالنسباني مسلا لو انا اول واحد ااخد في الناس في اول البروسس بتاع المصنع بتاعي مسلا اول واشا بتاعك اول اخوه ان انا الوتن بيجيني من اكسترنال انا مش زرع لا بيجيني من اكسترنال بقاس مو ايه الموارش بتاع الاوتن او او اوا انا فى المرحلة التانية الايا بتاع النسيق يبقى هنا من ايه يعني اى حدا من دول ي rings اكسترنل ام او اكسترنال ياما ياما اصبحاندي ثم اصبح خسر هو ها just وقلنا الانترن الكاستمر اللي وراية عايز والله سنك يعني او ديامتر بتاع مثلا الغاز اللي اللي انا عامله كذا لو زاد او نقص هيبوظه الدنيا طيب هو عايزه بشكل فلان دي الكاستمر بتاعي يعني انا الكاستمر بتاعي وانا مسك الغاز وبتاع الانسيق اللي هياخد مني هو الكاستمر اللي هياخده ايه لان هو لو اخده مش مطابق اللي هو عايزه حيطلق المنتج مش مضبوط خلاص او اي انترستل بارتي تاني دوانا يعني ايه بعان تلك حاجة تخص كذا واحد او في كذا استيكولدر او كذا دي المصدر بتاع الايه المدخلات المدخل نفسه عبارة عن ايه بقى يام مطر يام انرجي يام انفورميشن يعني اما حاجة مطر يام طاقة او ايه او انفورميشن او داتا يعني يعني الداة لو انا بشتغل في بروجيكت اي تي لو انا بشتغل لو انا مرضو محتاج ايه داتا للموضوع معين يعني مشتشنتي بقى هنا يعني اي حاجة انا بحتاج لها بصرف النظر هي اي رزورسة من الريزورسز او اي حاجة او اي يعني اي حاجة محتاج لها عشان انتج الاوتوكت بتاعي تبقى ايه ام for example هنا the form in the form in the form of materials resources او requirements او شروط يعني انا الغزل اللي انا جايبه فيه شروط انه هو حيدخل وراها ازاي اه يعني هو مثلا ال quality بتاعت الخيوط اه المثير اللي بتاعتها هل هي اوتن ماشي هل هي حذير ماشي هل هي بقى اوتن وحذير مكس مع بعن ماشي يبقى فيه الشروط كل حاجة اللي ايه 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 معين تدخل على فين بقى ال activity ايه activities ايه هنا ها عمل activities هنا مسمي العمليات اللي هتحصل على activity activities انشط ال activity زي ما اتفعلنا ايه start 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 finish 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 start وقى كذا الا اربع الموامل ايه من listeners اللي اتكلمنا عليهم في رحلة المسيق الثامن دي اللي عايز ترجع الله هيبص عليها ويبقى انشاء الله يعني هنجي نتكلم مرة كده على ايه على time management هنقضي بسكل مختلف سويا طيب يبقى بتعمل هنا ايه activities 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 هتعملنه ايه end point end point ده هشيجي اتجيبش عمله زي جي starting point هنا end point اهو بيطلع ايه بقى output يعني source of input كانت قابل ال input صحيح ان منها بعمل ايه output اصطلع من هنا اخدت الغازل هنا وحطلعه اذا ما حد يقعنا هطلع ايه خلاص matter energy او information اللي اتجيبها حاجات it's okay in the form of product or service or decision يعني عندي اما انتاج اما خدمة اما قرار خليبانا هنا يعني هنا الكلام ده هتتكلم عن ايه على عملية في النص يعني ممكن عملية دي تبقى يعني اجتماع مثلا او منعشة مع التكنيكة عشان نوصل لهذا يبقى decision نفسه it's an output خليبانا decision كل دي an output يعني اختلفنا بحاجة او او الاخر وبنتناشف فيها او او الاخر او من غير خلاف ولا حاجة احنا بتكلمنا او ايشنا قلنا هنعمل الانتاج ازاي او اي حاجة يبقى decision اللي بيطلع ده نعمل الoutputs طب receiver of output بامين بياخد بكلامنا كله او البروستس اللي ورائع هيعمل ايه بقى customers يعني internal او external زيان نتكلم في internal customer في external customer او او اي 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 stickholder يعني المنتج بتاعي ده هيروخ له او مهتم بي او او صغر يلي possible controls and checkpoints to monitor and measure performance طول ما انا بعمل الاعماليات دي في ايه possible control عليهم على الاخرى باب عليهم المراجعة او الرقابة checkpoints و checkpoints يعني يعني بعمل التشريك براجع على points واللي to monitor انه ارائب ايه ارائب وايس performance وايس الانتاجية performance الانتاجية او خلاص او الانتاجية الخاصة بي يعني اللي هو البراءة الاطقان كده طيب هنا دي الدياجرامي ده اللي قايم عليه كل انواع ال quality ابتداء من ال ISO كل quality كل quality قايم على ايه الحاجة وسيطة جدا وبرضو اللي بتعدي على الناس كده ايه هناخد برضو بالراحة كده وحنوضحها بشكل موسط وبشكل جميل وهيجبك او انا ما بقوله ايه في حاجة اسمها دامنج quality الدامنج quality دي ايه اربع حاجة عادي زي الفور رزورس فينا ايه هنقولنا دي برضو اللي كان ايه بلان او اربع حاجة بلان دو شك اكت دي بيسمينا ايه هاكون العافينا انه كل عافينا انها دامنج سيركل الحقيقية مش دامنج سيركل الحقيقية هي الفورفا القواليتي دول دول بتوع واحد اسم شوهرت شوهرت ده كان عالم العلماء الستاتيستيكس اللي هو استاذ دامنج انما دامنج اخذ دي بقى وايه وكذا معايا وايه وبعت بقى اسمها ايه دامنج سيركل مش شوهر سيركل عشان بس برضو ايه لما تسمع في ناس انها قوي بتسمعها شوهر سيركل ما دبقاش تتخض طيب ايه بقى السر يعني في البر بحاجات دول او دول يعني هعملهم معنا ايه او هفرهم معنا ايه احنا بقى في كام قوة 7-9 لا احنا مش هينفع بس خلينا معالش هنوصل في وحن هنصطف عن اللحظة من اللحظة بلان سالين او بلان دو تشت اكت طيب دي ابرعا ايه بقى انا بدخل هنا الكستام الريكويرنس انا الكستام بتاعي له طلبات طلباته كذا 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 وبعداتة معينة او الانفورميش معينة او الاخر ماشي دي دي الانفورميش طيب في النيد and expectation of relevant interested parties جما هنيجي نبص على الفصول بتاع ال ايزو ساعة الالف واحد عام 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 هنلاقي في 1 2 3 3 شابتر في الاول مقدمة و و و و وصف الكلام نغضر في صلو الانفورميش خلاص بيبتد من الفصل الرابع يبقى ده ايه العنصر اساسي بقى هنحو يقوم بقى في الانفورميش فده الانفورميش الانفورميش التوية بتاعته وطريده ايه الاخر الانفورميش عشان اخش غدايرة النظام ده عندي التلات حاجات دول ال عندي النيز الطلبات بتاعت العميل او الانفورميش بتاعته وهنا الانفورميش بقى اللي جان من الشرك الشرك نفسها او المكان المنتاج نفسه ظروف ايه او ايه من الاخر ايه كان من الاخر تدخل على ايه بقى على ال planning ال planning ده هي نقطة السادسة في ال ال الكلام كنت قام من شوية ال و ال system طيب ايه اللي بقى ال القاع يعني دي plan اهو planning دي اول نقطة في plan do check act مين بقى اللي هيتحكم في الكلام ده كله في فصل كامل عن leadership اللي هو اربعة ده اول فصل خامسة leadership فالليدرشيب دي موجودة في center system وهي اللي بتاخد ايه planning وده فصل كامل بتاع planning طيب قادينا عملت planning اهو خرص هنا بايه do do بعمل ايه عندي فصلين وعد اسم support support بتاع production بتاعي وال operation بتاع ال production بتاعي الكلام واضح وواصل ولا في حاجة يعني انا بحاول ابسط باقصى ما يمكن يعني هيظر معنا النهاردة ده ان شاء الله هيطلع يعني فهم quality 100% النهاردة والمرة الجاية مش هينفع نهار مش تكفي نهار تكفي الكلام plan وقادي ايه ادي do do ده خلاص support operation 7 8 هيخش على ايه do اللي هي ايه غلال الدو عملوا fast بتاع الايه performance evaluation اللي هو تقييم ايه performance تقييم الاداء تقييم الاداء بتاع ايه الناتج اللي حصل من من plan و do طيب هنا في ايه act يبقى الاكت اللي هيعمل ايه هيعمل improvement لما باجي هنا في performance يعني العبطرية ده ان اكت يبقى اكت اعمل ايه هصلح او هزبط او هعمل حاجة لو في حاجة دي يبقى ما بين ايه ما بين ال بعمل checking على ايه انا قلت مخطط حاجة واجت في الدوب وصلت مثلا لمية في المية يبقى انا كويس خلاص يبقى هيمش عرفون من تشيك هخش على الايه على الاكت ما فيش حاجة يعني مش تعمل اكت في حاجة هلقيت انه قويس خلاص تطلع بقى على ال ايه على ال ريزالت طيب انا لقيت نفسي ان المعمل الشيك لقيت ان الطلب مني انا اعمل احسن منه او اكتر منه خلاص دي بقى تعدي على خير طيب انا لقيت ان انا مسلا انا عمل تسعين في المية يبقى عندي حاجة اسمها ايه جاب يبقى انا لازم ايه عندي جاب لازم ام له دي عبقريتي اقريتها في ايه في اضافة كل ما صغيره الناس بتنساها داي بلان دو واشو ها بلاند يعني نفذ اللي انت ايه خطط نفذ اللي ايه اللي انت خطط طب هنا بنعمل ايه بقى شك شك ايه شك ما بين اللي انت عملته والبلان لو اللي انا عملته ده احسن من البلان يبقى انا كويس او احسن من الكويس لو انا زي وماشي السكين لو اقل يبقى انا ايه شك بقول ايه ايه اكت عبقريت بمعنى ايه انا العمل اللي انا عملته اللي انا خطط ونفذته بشيك عليه بقى بتشك فرق بين ايه لو نقص حاجة بقى على الحاجة اللي ايه نقص اكت اون دي فلما احفظ او اعرف البنسبل اف قوليتي اللي هو بلان دو تشك اكت اعرف اول حاجة ان ايه دي 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 دميق سيركل بس دي اصلا شوهر شوهر آآ آآ سيركل وكذا منه دميق هو بقى اسمه ادي واحدة آآ مع مقول آآ بلان what you want do what you have planned check between the done and the planned وact on the difference خلاص فاقت على ايه على الديفرنس باقت على الحتة الزوائيون اللي اللي النقص اللي ما بين اللي plan و do او ما بين do plan هايطل بقى في الاخر ايه بقى الو ايه result of the quality management system او custom satisfaction او products and services التالت حاجات دول زي ما هنا التالت حاجات داخلت هنا custom satisfaction satisfied انا بقى اخذ اللي هو حاجزه الresult بتاع الحقيقة الموضوع دي كلها احنا دوعا بنقرب وبنبصتها جدا عشان هو ده ده يعني ايه ده موضوع مهم وده موضوع اهم جدا جدا اي حج يعني شخص ما زي ما قلنا كلمة مدير دي ما تتحطش على واحد ما عرفش انيه quality في ناس تقولك انا مالي من quality هذا كلام مش صح هذا كلام مش صح لازم انت موضوع لان حج حلا عرف بعد ده ان الموديل المشروع نفسه أو يسموه فيه مراجعة لرئيس مجلس الادارة لانيش مجلس الادارة مشتغل بمزاجه مش بمزاجه مشتغل وذي منفعت يعمل حاجة بقى السيستم بتاعه طبعا كلها تلو حاجة لكن جوه السيستم على بعض جوه الانتاج لو دور لو دور ده ما عملوش أو لو عملو بشكل مختلف أو اثر في حاجة فيه ال QXC بيعمل لكوصل اللي نعمل لن conformity تصل لكده لو الجو العام سليم ما فوش استبدال بقى مفوش لأ مفوش لكده اخدين بالكم فذي اهمية لأيه الquality management أنا لا أبالغ ومش أو أنا ايه مانش متخصص في الquality قوي يعني بس أنا بعتبر نفسي ان أنا يعني فاهم شوية في الإضارة فاللي ما عندوش QA QC أو الquality عشو حسب الزات يعني يعني ما لتنبلغ طب تنبغ أنا عرض مشتعل قوي رجائي يخش فيها وإدرسها وعرفها صح مش هقوله تخصص فيها بس إدرسها أعرف يعني إيه أعرف تشغل إزاي أعرف دي بقى حتتطلح بقى إزاي هيا مشت إزاي أعرف كل كم لكم الأول أخ بيش ساعة تسعة وربح شخص محمود أهلا بقى ساعتين شاش محمود شاش محمود آآ في جام واحد صاحي تعب بكل صحيح يا دكتور يعني فيش آآ أنا لأ أبالغ دي من أهم وأخطر اللقاءات أو المحاضرات في الموضوع كل أهلا 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 ما تطلب للناس كده إيه أهلا أهلا فيه الموجودين كانوا واحد الوقت يبقين خمسة أربعة وثلاثين خلي كل واحد يبقى العلامة كده أنه صح صح كده يعمل العلامة اللي عملها ما عملها ببات محمد حكيم أو عمر سيتيم يعني يبينوا كده أن إحنا إيه يعني 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 يبينوا أن إحنا إيه ماشيين الفعلي بتكتب عشات يا دكتور الفندم الفعل بتكتب عشات أكثر بتكتب عشات آه آه ناس بتكتب عشات أول مع حضرتك وأنا بتكتب واحد ومع حضرتك وكده أنهم مركزين مع حضرتك يا دكتور ويعني الحمد لله يعني يواصل الآتاء وكل قويس الحمد لله والله يا دكتور انا أنا نفس مستمتع جدا والله أنا بشكرهم والله على صبرهم ويعني عسل هجولكم ليه صحيح لجميل أو عموما دي الكميونيكيشن سكيلز أنا لازم صعبة جدا طبعا بالنسبة للفيديو كونفرنس وللقاءات اللي هي بس أنا شخصيا يعني سعيد جدا أن أنا معاك ونحن مع بعض ربعا يعني يعني هلكنت نتوقع مثلا هنخلص مرتين بس أنا مش هساربع هنشتغل كمان ناخدين لكمان ساعة ماكسل ونكمل على المرة الجاية إذا المرة الجاية ولكن ما خلصناش هناخد مرة ثالثة لأن ده موضوع أساسي ورجائي اسمعوتي عني وعلقوا عليه واختبوه وحاولوا تشربوه ده الأساس بتاعيه كل إدارة المسوعات وإدارة المؤسسات وبلا سأقول إدارتي أكتر من كده ده سر التقدم الحضاري والتقني والعلمي والفني بين أي مؤسسة وأخرى وبين أي دولة وأخرى ماشي الحال؟ خلنا نكمل طيب إيه البنفس بتاعتي الإيه العزو الساعة 31-31-31-32 Equality Management System provides a foundation for improving quality and custom satisfaction ترجمة الحرفية القوات المواجسسين بيعمل إيه بيعمل أساس أساس لتحسين 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 لعمل مخلبة لنا فيه فرق بين quality assurance اللي هو تحسين النظام وفي improving quality بتاعت product دي حاجة ودي حاجة والله تخليبان مهم جدا وبيزويد customer satisfaction يعني ده it's the system providing القصص بيدي الأساس لتحسين الجودة ولإيه الإرضاء العميل وإذا ما اتفقنا برضو إرضاء العميل اللي هو internal customer والإكسرن وإيه customer طيب the system defines existing key operations النظام بيحدد العمليات الاساسية الرئيسية بتاعت ال operation طيب the system can be adjusted to account for inevitable changes such as new technologies new customers and new ideas النظام ممكن يبقى adjusted يمكن يتزبط مفيش حاجة في الدنيا زي ما اتكلمنا في الاسبوئي ده في change management يعني ناس كتير قوي في وقت change management على سدرها ما تبري حاجة جامد قوي كده وفي نوع من الخلط بين دمان بين change management و و managing changes أو variations يعني change management ده انها لو انت غير مرفوء او حاجة عاتري لها ازاي لا change management اللي هو المصاحب لاي حاجة ربنا خلق ربنا يخلق شيء شيء second فاللعب يقوله ايه ان السيستم اللي احنا بنعمله ده ما هواش مش حاجة جامدا في قرآن واحد بس ما يضغرش فيه لا نقطة ولا فصلة ولا شرطة ولا مخرج حرف ولا حد انما السيستم قابل انه هو يضغير وحتلاقي دايما عندك يشتغل بقى في ال quality حتلاقي انه دايما عنده ايه حتلاقي فورمة معينة ايش تغلت من الاول خلاص ايش تغلت شرطة تلاتة على بعد تلات شهور لان انه فيه الفورم فيه خناتي فيه ما بتتملش نلاقي انه في حاجات نقصة انا مش محتاجين لا واحد مش تغل اه محتاجينها مش كل مرة ازود مسلا ايه حاجة معينة فروضي عامل ايه عامل بتاعت ايه بتاعت الفورم ايه طيب فيه مثلا في اجراء بروسيدور اه بعمل خطوة ثم خطوة هنتكلم عليه الكلام ده بس يمكن مش هنا بقى يعني حانشوف بس البروسيدور دي بتعمل ايه بتقوله امتى الاول هحتاج مسلا الانبوت كذا 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 واحتقده هتعمل عليه البروسيدور كذا كذا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمشة ستة سبعة تمانية تيسة عشر ماشي انا بشتغل بقى وشتغلت مرة واثنين وثلاثة وارمعة بقيت نفسي ان البروسيدور اللي انا عمله ده فيه خطوة رازم تسبق خطوة دايما انا لاحظ الخطوة بتسبق خطوة للأبلاء لان العمل للسيستم ممكن يكون واحد يشتغل بشكل معين انما الابليكيشن خلف معين اه اه حكيت كده كده ممكن كده فلي بيحصل ايه انت ك من حقك ان انت تعمل بناء عن ايه اللي هو بتاع حننفح الكلام ده برضو في الابليكيشن يمكن مش في ده يمكن في المحاضرات تانية انا احنا عرضها منتكلم على المصة نفسها على الابليكيشن احنا هتكلم لما الفترة اعتقد ان احنا حاجة تانية غير اللقاء فالمهم في السيستم مش جامد زي مقلنا فيه الكتاب مقدس واحد بس يعني سواء القرآن بقى او ما 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 فيهوش تغيير انما اي حاجة تانية قبل التغيير قبل التطوير قبل التعديل قبل للالغاء يعني انا اعدت مثلا بشتغل في مؤسسة وعمل السيستم بتاعها وعمل الفرص بتاعتها وعدت سنة فيه فرم ما اشتغلت خالص دي على طول لطول على السيستم ود اتو بي دي لطول اتو 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 طيب اتو السيستم can be adjusted to account for in evitable changes such as new technologies new technology طلعت خلاص هنقول اننا بنشتغل بعمال حفر زي مات صبعا مجدير غد الوحد يعني عارفين ان مسلا العامل ثلاثة متر راملة في اليوم مثلا في الصخر بيعمله مثلا نصف متر او متر الربع وهكذا دلوقتي الكلام ده فين وفين بقى لما يبقى يعني هجيب واحد اغفر لو كان عندي حماية صغيرة انا اجيب لودر بقى هجيب اي حاجة حفر اي حاجة شكرا فما اتقدم التكنولوجي حيتغير هزا الكلام سواء تكنولوجي بقى سواء في في السيستمز النهاردة في في موجودة في البيم موجود تحقي تثير جدا مرتبطة بالتقدم القلمي والتقدم الاداري موجودة فدي او يعني يعني ايه تغييرات لابد يأما بتحصل جديد جديد مجد هنكون لسه متكلم يقول على مصنع بقى ده كلام ده بدي حكاية بقى الاخرى 35 سنة ودي وقعية ده مش اختراع ايه مش بسرور بيخترع ده حقيقية المصنع كامل المفتاح معه يعني في حتة بايدة الرجل فطوكيو وهو المصنع بايدة على مصنع 65 كيلو وبيدير هو وقعت هناك على بقى 35 سنة يعني بدون تعليق يعني نيو تكنولوجيس نيو كاستمرز العميل اختلف او نيو ادي حقات تم اختراعه اختلف تماما 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 يعني 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 نحي السيستم بيقدم الطرق ان انت تجمع بيها تجمع وتجمع وتبني اختراحات للتحسين يعني موجود لأي حد حنتكلم برضو بعد كده على ايه ازاي ان السيستم ده احسن حاجة اللي بيعمل ايزو ان هو يشارك الناس اللي هي في الشركة يعني انا مثلا عندي البروسيدون بتاعش امالية اللي بتاعش امالية مشتركين فيها ومش هو كمدير بس هو الناس اللي معنا يعني قدر عدارة تعمل تشرك العاملين في المكان ان هم يعملوا السيستم ده ويطلعوه بقادر انت هتنجح وعمل النظام بتاعك ويعني التجارب كتير هم بتكلم عن نفس البرسونال في ناس احسن مننا ملايين المرات يعني وبعملوا هذا الكلام السيستم المشي وبس هو الحقيقة الحقيقة يعني من احسن الناس يعني انا محبش اعمل بالنسبة للجنسيات لكن انا مضطر بالنسبة لليابانيين ان انا اعمل شوية لانهم فعلا انا مش بتعصب لهم يعني مش معهم كتير قوي يعني 6 اشتر اشتر يعني اكتر شوية الاول 4 شهور ورابع وبعدين ختيلي حوالي 5-6 شهور معهم مع الفرنسويين اليابانيين محترمين جدا كين جدا وخلوقين وواحد يعتقد ان احنا وانك الخلق عظيم يعني يعني كل الديانات بتاعتنا سواء مسلم او مسيح او يهودي بتعمل بالخلق وبالامان واخر نتكلم في الماضي دي بعدين تاعم تاعم supervised a way of collecting and implementing suggestions for improvement a system محتوح للمprovement this improved the chances that any broader quality management initiated will be successful and successful and continuous ده بيحس الفرص لأي initiative في quality management يعني system ما هوش تجميد للقدرات ولا تجميد للأفكار ولا تجميد للمجهود لا ده system ده نظام معمول ومصمم ومنفذ بطريقة معينة وبقواعد معينة على ناس معينة مع حريض كل أولئك الناس حاجة تطور تطور معاها حاجة تصلح تصلح معاها حاجة المحتاجة تتضبط تصلح عمل اللي يعمل معاها وده بمنتهى يعني بدون أي زعل ولا نقول اللي عمل system ده غلطان لا الشيء ما كده system تعمل لظروف معينة وظروف اتغيرت ظروف اتعملت لشركة مثلا بتاعها 7-8 مليون ومرة راحلة بعد الايزو على دول دعا جاء قدامي بقى تقرب في الجو الكلام ده 7-8 مليون بعد الايزو الثاني جاء بقى الايزو بقى تين اوفر بتاع 45 مليون 6-7 ما ينفعش الكلام اللي عملنا واحنا تنقل بقى 5-6 مليون انه مش هينفع يبقى جامد انه مش شغال لك 45 6-40 مليون بقى ده في حاجات ايه تتضبط شوية الـ الـ هيركي بتاعة الشغل الكلام ده من الاول الاخر الـ processes نفسها ممكن في الاول وتتلاقي مثلا كذا واحد بيقى هيتمو دوارا بعض عشان تشتري حاجة أو تعمل حاجة حشان هيتمو الموضوع بقى كده هيتكف توقعين مثلا بتلك توقعات وكذا فده ما يدمش بحاجة شي يقول ده مش روتين مش روتين لابد لا عشان برضو نحو نعرف يعني انظام يعني ايه ايه ده مش جمود ولا دعوة للتجمد ولا دعوة لعدم ان اي تطوير او اي اطراح او اي مبادئة او مبادرة لازم تبقى ايه نجحة ومستمر طيب خلي بالنا برضو بالحق يخلي بالنا اللي هان دلوقتي يقلنا قريب مع واحد خلاص يعني هيعمل السيسم قصد بتاعه كان بمداخل فبيكلم واحد صاحبه بس كما سافر برا في الصودي واحد صاحب صلقي يعني فبيقول له احنا هنعمل ايزو بتاع بزعل قال له عم ايزو ايه ده انا في نص ساعة اجيب لك الشهادة بالتليفون اللي غالون يجبو هالك فريد حقت صلو ماشي هاتف نص ساعة ما دي فيش ساعة دي ورقة يا هزي ايه حاجة تانية انت حتجيبها حتين تصف فيها ما اصطف عشر تلاف جنيه انت رمية عشر تلاف جنيه انما تصف مثلا عشرين تلاتين الف انت كسب عشرين تلاتين الف انما عشرين الفلوس انت حر ما تقدرش زي ما اتفقنا برد من الاول تقدر تخط حصول قدام المية لكن ما تقدرش انت خليش فهو حر بقى انت اضمك مية ومية حلوة هي ومية ربنا ونضيف 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 مش عشر انت البيت حر طيب قواردي معجم السيستم لات اس وده ما بقول لكم يعني اعت الشركات اللي ربنا استرهلنا ومشتغلنا معها اول سنة كانت اشتغل بستة سبعة شكرا بستة سبعة مليون طول السنة تاني سنة بعد الازور كانت طول اوور من اتنين وخمتين واربعين لخمسة واربعين تاني سنة مباشرة فالكواليتي دائما نقول هذا الكلام والاصحاب الشركات بقى او اصحاب المشروعات او اصحاب المؤسسات يحضوا في المغهم حاجة دي الكولتشر اللي انا بنحاول نزرعها quality and safety are not expenses on site او 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 يعني في اي شركة او اي مؤسسة ده استثمار ليه لان quality في حاجة بتحمل اسمها cost of bad quality حتكلم على quality control مش حتكلم على system system مهم جدا انا بقولك ايه quality management system lets us manage growth and effective ان انا اكبر effectively يعني لما بقولك دلوقتي احنا لما عملنا الايزو كلام ده نسعة سين الفين لما الايزو تعمل اه وتعمل على حق على حق يعني مش مفروش باعب بقى مفروش الحمد رب نفروش وطعالا ودي ده ده اللي بقول لما السببب المنصر والناس يعني يعني حبايبنا واخوتنا وابنائنا واحفادنا ان اعمل شغل بما يرضي الله واعمله باخلاص هتاخد نتجك بس اول فاللي عايز اقوله ايه ده حصل ده احنا عشنا هذا الكلام اتخذ الايزو قد بشتغب سبعة ست سبعة مليون تاني سنة كان من اثنين ربئين لخمسة ربئين مليون هذا مش كلام كتب ولا كلام انا مش ما فيش ما فيش ما فيش مبرر احنا نقول حاجة مش حصلة هو quality management system lets us manage growth more effectively يخليك تدير التكبير بتاع مؤسستك او خبار النشاط بطريقة effective طريقة مؤسرة وبطريقة سريعة وبطريقة مؤسرة طيب system makes it easier to integrate new employees and activities السيسم ربئين عندك هتخليك تسهلك تعمل integration يجيب موظفين جداد او تعمل activities جديدة يعني داعب بكل وزين system فلما يجيلك موظف جديد اللي بيحصل اي دايما اي system في الدنيا او اي شركة في او اي حال فيها training الترينيج ده بيبقى فيها induction او انت كشركة او كمشروع في حاجتين بتاعهم في safety induction وفي المعج ال induction safety induction بيقول لك انت اي safety تعمل كذا 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 جو خصوصا فيها ايه المعج system induction بتعرف هذا تنظيم بتعرف الناس الهدفين بتعرف الناس الهدفين بتعرف ها بيشتغدش ازاي بيعرف ايه بتاخد من مين وبتدي مين هو الاخ فايدا في الخلال يوم يومين بتتقي نسك بتشتغل وتنت كأنك في الشركة بقالك من تستطيع تقلب ايه غلي easier to integrate new and activities النظام خلق في the employees السهولة بذلك اكتيفتز زي ما انت عايز واحد بنشتغل بقينا مثلا كان في process في مثلا عشر activities عشر activities دول كما تدول عنهم واحد خلاص لما اشتغل الكبر بقى اعمل ايه اكتيفتز دي هخلي هجي 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 اتنين عيانهم واحد خمس activities دول بقى حتة الوحدة واحد خمسة اتنين حتة الوحد انا ايه بغير activities بعد الدو وغد الوحد having a system makes it easier to stay in control لما عند system to stay in control تفضل in control على طول اه يعني عند control يعني ايه مراقبة ومتابعة اه معيش سامحوني ان انا دمان بتكلم عن حاجات وقعية يعني انا كنت في فرنسا قضنا كده يعني يعني حاجة شخصية فايه مؤثمر كده وبتاع اولئينا ايه بيتناقش في موضوع اسمه ايه corruption in France يعني corruption في الشركات الفرنسية فبيعلموا بقى وقصص بحكايات ومنقشات لاندو فهم انا فقط عيدة بتاعنا وانا لازم بقى ان انت فقلتهم it's very easy انت عايز صلح corruption اعمل حكتين هات واحد متخصص ومخلص وامين وفهم ماشي ويعمل system عند يبقى عندك system 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 طيب بقى يعمل ده يعمل system 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 واضح عايف اقوله من اخر ان نكلم على الازو خلينا نقول ايضو الازو بيدي لك من اول بتدخل الحاجة عندكش حد مهندس حيرو يعمل حاجة غلط يعني الـ corruption بيضيع ميرلي كليتا برضو بإذن الله عندنا يعني فيه موضوع برضو عايز تخضي عليه بواحد مخلص وهو الاخر بس من غير نظام مش يعمل حاجة بالعكس لو من غير نظام هوقول له هيقع لأن قوة الشر اللي هو زي ما نقول ايه اللي هو ادارة الفساد تبقى اقوى بكتير جدا من اي واحد نظيف فبتو اقع أنا بقول الجنة مش بيأس أنا بقول لا يواقع إنما ليه بقى اللي بيبقى منظم ومحترم ونظيف وواقع لآخر ما بيقدرش إن هو مثلا يكمل لأنه ما عندوش سيستم إنما أنا أدخل في حتة وما فيهاش سيستم أنا ها مش ها يعني عاجراجي حاجة مش هموم بس مش هنجح إن أنا هنجح مش هنجح أعمل فيه اللي أنا عايزك لأن اقوى من أي حد إذا كانش عندك نظام إنما لو ألا حدت نظام عشان كده الناس أسكية جدا ما بيبقوا في شركة ده مش بره الموضوع خلي بره 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 جوه الموضوع أنا أقول أهم حاجة ودي اللي هي الحقيقية إحنا ليه ويأنا نت في شركتنا وفي مؤسساتنا وبحاجات تكتير جدا ما بكلمش على الحاجات الحكومية وعلى الحاجات السياسية وكلمنا كله إيش دعا بي أبتكلم عني نحنة كشركات خاصة وأنشطة خاصة لا أهل ما عنديش نظام عنديش نظام لحكمني ولا قواعد ولا ولا سيستم تخليني أراعي هذا الكلام فالما أهل 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 أنه أي حاجة تبقى تبقى أي حاجة التطبيقات بقى اللي هي يعني المؤنسين عواجيز بقى اللي عد عليهم شغل هيعرافوا أن بيحصل حاجات غريبة الشكل و يعني بس بسبب أنه ما فيش سيستم والنقراء طبعا بصص الهدف عنده هدف الشخصي فطبعا هينجح فيه طيب طيب شركة أنا مش أقول الفئة أولى ولا ثانية لا فئة سبعة وفيه أعمال مطلوبة في شركة مؤينة دا كلام دا كلام دا أقصر تطبيقا بقى في الشركات اللي هي الفهمة أو شكل الانوهي لو أنا فئة سبعة وعمل الاسو سرتيفكيشن تعترفوا واحد مثلا 14000 ولا 45000 أو الثلاثة تسبيل ازي على فكرة ولا مصطعب ومتكلف كتير والحاجة خلاص لو أنا داخل سرتيفايت مع السيستم بتاعي مع كده وأنا فئة سرعة الشركات الفهمة واللي عارفة لو دخل شركة في أربعة أو تلتة في نفس المجال ومش أدو السرتيفايت بتاخد السرتيفايت أنا مش بقول الكلام دا دعاية للأيزو ولا تشجيعا لحد لأي حق وأتكلم الكلام المجرد ليه بقى لأن الأيزو دا شهادة من طرف تالي بتقول الشركة دي الشركة دي باطمانها إنها فيها نظام هيؤدي إلى جودة المونت الأيزو مش على المونت جودة على نظام بتاع الشركة خلاص طبعا إيه إذا كانت الأيزو بقى الشركات يعني ما عندهاش يعني سيئة الصمع يعني بتديها الشهادة بتدي حاجات بتاع دا دا مضوء تاني مش هنتكلم فيه أول برضو احنا بيقوله برضو عشان إيه يعني حاجة يقول أهما هي الشركة دي فيها أيزو وبايزو وقعت وفيها 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 أنا مش بكلمه على إن واحد اشترى شعرت أيزو أو استراب بها بشكل وقف بشكل لنوش مصد لا أنا بكلمه على واحد عمل أزي بتاعه صح وعمله صح واشتغله صح وانطبق صح لا يمكن نحصر معه أي غلط ولا يمكن من برش وكلام دي أنا بتكلم عن الشركات دلوقتي بقى الأخ 30 و40 سنة وشغالة ومعملات السم بتاعها واتطورت وقبرت وولاد والذي اللي عملنا شغالها معهم هم اللي بيدير الشركة وفيه شركات منهم أحفظهم اللي بتعمل بالمدار باني سؤالي سنعتر واصل مني كارس مرس ديمان أي شركة أو أي عميل فهم بتطلب أن السببليار بتوه والساب والسركات بتوه والسركات بتشتغل معها تبا أجو ستفاد لأن زي ما قلنا أن الضمان سعترفه واحد بيقمع على السيستم من ضمنه آه فيه كورس كنترول بيحصل على الفوضاكس هو اللي آخره لكن الشهادة مش ضمان للمنتج ضمان أن المنتج هيخرج تبقى الاتفاق أن الشركة فيها نظام تضمن أن يطلع المنتج بتاعها مزبط سواء منتج بقى مونكريخ يعني حاجة من الموسى يأما سورفز سورفز بردو 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 مين قدام قدامي بردو شركة كبيرة أول 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 تسمع كيف بردو عندها آجو سورفز بس كان انفالد وخلاص يعني إحنا مش حميمة بقى حال نقص قول من اللي راض و كان من أول أول آخر طيب جالهم شغل مع الشركة الأجنبية هنا أجوه مصر مصر أجوه مصر مش بردو بردو ربنا أحصل منها كتير بس نتكلم على جوه مصر عشان نعرف دينا مش رسال طيب نعمل نعمل إيه الشركة الأجنبية دي مش أقول حتى جلسيتها إيه أجلسيتها 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 عملوا إيه لو عجبين كلهم وظهرين الشركة ومقعدينهم تكاد تكون إقامة دائمة في الشركة منذ الأسبوع من الأسبوع العشرين وخلال الأسبوع العشرين يوم دول عملوا والت سيستم الت ساعة ألف واحد واللي 14 ألف والخمس أربعين الخمستاشر العشرين وأعمل حفلة وسقف وأخذ الدور ودي شعر دي وعنا على الشركة اللي هي طلبة الشركات طبعا وحد شعبيت الناس اللي هم هو طبعا هم نفعوهم اللي هم عارض وبرضو الناس برضو يعني ممكن يعني تطلح نفسها بقى وتشتغلوا إنما أخذوش طبعا الشغل وصرفوا هذا هو كويس صرفوا وعملوا شهادة وكل حاجة لكن يقولوا ما جيش كده لازم قبل ما أعمل الورق وقبل ما أعمل وقبل ما أصرف على أي حاجة لازم أصرف على الإنسان الإنسان ولا هشتغل الإنسان لو محب لو مش متحمس لو مش محب يبقى عليها أعوض في أي حال أي نجاح في الدنيا بالإنسان وللإنسان أنا أعمل النظام هكتب أنجح بالإنسان وللإنسان يعني لو أنت جيت على الإنسان مش هتهم الحضارة لأن الحضارة لا يخلقها العبيد ولا يخلقها المستبد الحضارة بيخلقها الأحرار خلاص والناتج بتاع التقدم العلمي والتقني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والكل حاجة لمن الإنسان يعني الإنسان هو إيه هو الوسيلة وهو الهدف من سأترف معلش دي جريتنا الحكاية تانية أنا أسف أن أنا أنا مش بخرج عن السياق على فكرة بس أنا بحاول يعني يعني أبين الأساساتنا المبين معنا والأبنائنا والأخوتنا إن اللي نحن بنقوله ده 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 مش كلام كتاب ولا كلام عشان نحفظه بقى ونقوله ونسمعه ولا نجل بتاعه لا خالص خالص ده كلام حقيقي ده كلام حقيقي ده كلام حقيقي ووقتي عشان جاي ده من بدي أمسلة بتواريخ سابقة أنا قد أقول ما بقولش أسماء أو ما بقولش ما بذكرش أسماء ما بذكرش أسماء شركات ما بذكرش أسماء دول حتى علشان إيه ما حدش يتروض لو خاطر إن أنا مثلا متعصب لحد أو باشت لحد أو أتعصب إن أنا مصري فبقول مصري أحسن حاجة بلاك في الدنيا أو إن أنا مثلا المسلم بقولنا أحسن حسن لا خالص خالص نتكلم كلام مجرد كلام علمي كلام يعني مبسط وإن شاء الله ربنا يعني قدرت كلكم وطبقوا أحسن مننا كلنا وقال لكم أحسن مننا نتكلم لهم مرة زي ما يا زي ما بدأوا في الأجيال الجديدة إن شاء الله إن شاء الله يعني حيصد تحسين أحسن منهم اللي احنا حاولنا نعمل The largest cost of ISO هنا نتكلم بقى عالي العملكيش بقى شو بقى The largest cost of ISO 9000 is the involvement of company employees أعلى cost للإيزو هو إيه شو بقى هنا عشي قد بقول لكم The ISO is not an expense it's an investment لها ده مش مصروف لأستثمار أحسن طريقة تعمل بيها بأيزو بتاعك أو السيسن بتاعك من الناس نفسها اللي هو كل ما الناس اللي جو عمل تهزر الكلام وحيكون منتزمة بيها ده إيه ابني ده أنا اللي عمله ده ورقة ورقة أنا اللي حفظها حيحفظ عليها بس هتبقى غالية ليه لأنك مش متخصص هتتعمل هتتعمل وأنا رؤية هتتعمل وتتحس مش مشكلة عشان كده لأيه أغلى طريقة لأنك تخلي الناس بيتعمل وده مش خيال ده برضو فيه سريكات بس أنا يعني ما يعني ما عمت إليه اللي أنا عملته آخر كنا موجودين والحمد الله كنا فهمين وكان معنا الإكسترنال آآ 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 تفتها متصل وخط بالفطار معينة وإلى آخر أنا لما أقلل القصب إننا أقلل عدد الناس اللي داخلين في الموضوع دي فالس كرم يعني خطأ خطأ اقتصادي أو خطأ خلاص The ownership created by involving employees is designing the quality systems system maximizes the chance of accepting مشكلة فيه مشكلة هنا The ownership created by involving employees أنا المفروض إن كل procedure بيصلع فنرى بيضراء كامل الناس بغضل عن فكرة بيبقى الاجراء ده بتاع مثلا مدير المراجعة في شؤون مالية ماشا المراجعة هو هو الاخر بتاعته هو من المال هو owner procedure خلاص لو هو اللي مصمم هذا هذا النظام هو اللي عمل فورمس بتاعه لو قلنا برضي كلام على لسان فورمس لو هو اللي عمله بنفسه حقباله مش ممكن رفضه إنما لو أنا جايب الأستاذ الدكتور فلان الفلاني وعمل فورمس بقى بتاعت أمم المتاحل ودخل نعفل في المكان ده في السير هترفض حتش عشتغيبي أقولك إيه ده ما مكان فإعن إثبتر هو الحل الأمسل حيبان مع تكاه أقول هتكلم عنه إن احنا بنصمم وبن ون ننجم السيستم إن أنا بعمل هذا الكلام بمساعدة واحد عنده خبرة في هذا المجال يعني عنده خبرة في مجال وبيمرشه وبيعمله حيبقى إيه أقل من اللي ختبت الناس تعتبل عن نفسها الوقت أو بتعمل أمس دي الحقيقة الكيس الكيس اللي أنا اشتغتها في حقيدي كلها في الكيس اللي هو العبد الفقير موجود جوا المنظمة أو الشركة أو المشروع أنا المسؤول يعني الـ الـ النظام لكن معايا واحد اكسترنر 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 برده بيبقى خبراته في أماكن كثيرة جدا ومهما ادعيت ان انا عد عليها مشروعات ومصر والخليج وكلام ده كله حلو جدا لكن الأكسبورت شاف في مصر قدر اللي أنا شفته يتمر ومكون شاف في الخليج قدر اللي أنا شفته ده أكسبورت ده شغلته اللي بعملش بها انما اشتغل جوا يعني اشتغلت في خمسات الشركات عم نروا من نظام او 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 اخر لأ انما الأكسبورت فاهم وعرف فدي اللي بيقول ايه دي اللي القص الاقل من اننا اسيب الناس كلها تعمل سيستم الواحد انا عرفت يعني فيه واحد من صح قريب وكده ودكتور مهانس عمل سيستم بنفسه وبالناس اللي معاه وكل حدا ونجح نجح تعم وعمل وزير فالحق this case could be faster than much but much more expensive and the involvement of the employees is not the required extent sometimes this is causing some resistance of change from the employees they will feel that the system is not coming from their own practice الشطرة والزكاء هنا فيه مقا ان انا اخلي الناس تحسن انها اللي عملات انا برضو يعني دي هنا هين بقى ال application ان انا كواحد internal جوا الشركة هو على فكرة مهم جدا من برش لكل مجوب لان ده ده بدأ practice ليه انا برضو جوا الشركة انت عاصل هو معاك وصحبك وزميلك ووالدك اللي يجي منه ان لما يجي واحد من برد وهو الخبير بقى الاكسبرت هو يكلام له حتى لو اضعف منه لو انت جوا جوا مكان جوا لا بقى اور الangen احد اقوى من لو انت عملي shades عامل اقوى اسرع واكتر ا اسرع ال اقناع الناس الجوا بال ايه بالنظام لان الـ change بيبقى فيه resistance of change عالي قوي يعني بيبقى عالي جدا يتنسب مع ايه؟ عجاي من ايه؟ لو انا جبت system انا ممكن اقول لي واحد انا عايز اعمل عايزه مثلا check for learning هكري ايه مجموعة الـ procedures والـ processes والـ quality plans والـ safety plans والـ construction plans وكل انا عاي plans وكل حاجة مول بيول واخد عالي ايه؟ حي ممكن يجيب لي ملف ده بالكامل كده هو واتبعنا الشركة يلا نطبق الكلام ده ده اكتر حاجة ممكن تترفض واغبع طريقة في الكون لك ممكن تعمل ايضا الحد وغالبا دي بتبقى الناس اللي هي بتبقين ايه؟ بتسترخص وعايزة تتخلص وترفع فوز كتير طبعا بتبقى بتعمل بات الشكل فدي اغبع طريقة وأوحش طريقة ايه؟ لعمل الاجتماعي الـ 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 هذه طريقة ايه كويسة وانا كاكمباني انا كاكمباني اشترك 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 انا عمل كلمات كذها مرة وفاهمه عنها وقد قد اعطي الان بمحبة بقى ويجي الكنسلطنت في الاخر الكنسلطنت طبعا بالدفاع بس انا رأيه شخصي الكنسلطنت على الدفاع الودا مش كوست عالي بس بيبقى شكله عالي ليه انت بتدفعه في واحد ده منبرة وفاكري انه هو لا حقيقا حقيقا لو حسبتها بقى ان الوقت اشتبلك الامكان في اول نقطة اللي يتطريعه منه خالص ان يتعمل من جوه بدي اغلى حاجة لان احسبها ساعات عمل وانا ممكن ابقى دكتور مهندس في الشركة ومسك مثلا تكنيكال اوفيس مارش او تكنيكال مارش كلا مارش ده الساعة بتعطي بقى لا خلدي اخي سمية جنيه هعمل كم ساعة وانا ما عنديش خبرة في المكان ويدي مش مش كافيه ده لا يقلل من شاني يعني هو انا دكتور مهندس ازم ابقى اعفر كل حالة يعني انا بتاع تورمان ومصدر في الهاي رايز بلدنج وبيش هزيف في البروجيك مارش بيش هزيف في كل حالة لا ده انا بقل اسمع عالشباب ازرق قد احفادي استمتع جدا بهم بيتكلموا بقى في البيم وبتكلموا في الريفت وبتكلموا في السيستموز الجديدة ببقى سعيد جدا بقى سعيد جدا وبقى فرح بيهم يعني محدش اعتقد ان هو يعني زي ما قلنا ما يتغرش لها بعلم ولا بمركزه ولا بمصابه ولا بيش سؤال بايحب خاص فالمهم هنا دي الطريقة دي ان احنا بقى الشركة وبنقب سيستم بتاعنا وبنطبقه وبنقب في الفانل تيونيج من جيب ايه فان تيجب اللي هو ايه بقى احنا رسلنا كل عاقة خلاص وعايزين بقى التربيده الاخرانيه اللي بربط بقى بقى كل بروشيدرزو بعضها بين الامبوتس وصفية والاوتوص وعرفة وقول له في ايه حاجة جوه هناك بيجي واحد الاخر متخصص ان هو ايه يضبط كلام ده كله بكل طريقة لاعبها ولا مميزاتها بس هو ايه البس طوي ان احنا كنا الشغالين نبحثين ان ذا بتاعنا سوف وده خلاص ووكس اوه افضل نحن عندنا هنا كل آريا لها في الشغل لها طريقة معينة ولها جرانس معينة هذه بيعتم لألوك المكان بتاع الشغل هي نقطة الفيعة شوية في الشغل لكن الابليكيشن بتاع بيبينها أكتر كان في فترة من الفترات الكلام ذا من سبعة وتسعين تمانية وتسعين كان ما في جهات معينة يعني مثلا احد المقاولين كان بيقول شركات المقاولات كان لسه مطلعش قرار الشركة المسافئة الأولى عنها مثلا الخامس خمس خمس سموانشين ستفال IPMA كان بيقول لهم لو أخدتوا السرتيفكيشن IPMA مثلا لبل A أو B أو C أو الأخر نص المصاريف هتبقى عليك كالتحاد المقاولين فالقرص بتاع الابروف الكنسالتون بيبقى من نفسي حكاية هقوله ودي حصل الفعلة إنك لو أخدت ISO لو تكليم مثلا الكنسالتون ماسلا هياخد مثلا عشرين ألف أنا ممكن نقفطيلك لغاية مثلا يبقى الجهة اللي هي أصدر أن هي تصلح يعني أن انت في شغل تابع وزارة الصناعة عادي بعمل الكلام بتبقى جرانت لإيه للي هياخد من تبع وزارتها من وزارة الصناعة أو ساموه أو حجم معين إن الحصول على الشهادة أو مصروفات الشهادة بتبقى إيه بيتدفع النسبة منها يعني تبقى جرانت يعني سترتفكيكيشن فيز أنا عادي خلص الكلامنا وفضل الكلام واحد الله ما نعرف ما إيش طيب لا إحنا أنا خلص ده حنوقف عند أول النقط نفسها لأن السابعة 11 ساعة دلوقتي إلى عشر دلوقتي دلوقتي مليون جايون تلات ساعات طيب سترتفكيكيشن فيز سترتفكيشن فيز بتعتمد على حجم الشركة حجم الشركة حجم المشروعات التيرن أوبر بتاع الشركة يعني أنا شركة يعني حاجمة صغيرة عشان كلينا دايما وانصح أي واحد اللي أريد أن يتجد يوم شركة جديدة أقول له أجزو بتاعك فورا قبل أي حق أمشيشت بتاعك هينفعك في تشديلك النزل عالتشغر معك ويتغل على السيسم كده هينفعك في أنك مش تتفك كتير قوي في في الشركة بتاعك فبتخد شوقات كثير فيها وبتخلص تقوص بتاعك وبعد يقول أي حد يدخل جديد بيعمل إيه بيقر على النظام بأبل بأبدين يا مشاهد مشاهد نوري التركيشن باقدر نوري التركيشن باقدر are quoting for initial audits and surveillance visits this is normally an all-inclusive price including surveillance visits of three years عادة هو الأيزو مصارفه حاكتين أو أي شيء هذا يعني حاكتين واحدة للتجهيز الشركة واحدة للإيه للسيرتفكيشن يعني زي بزبط هاقول لك على حاجة زي بزبط زي ما أنت بتاخد بتتضرب عشانك PMP دي لافيز وبعدين بتدخل تنتحن دي لافيز تاني فدي نفس القصة أنت بتجهز الشركة بتاعك أو المكان بتاعك أو المشروب بتاعك أو المؤسسة بتاعك أو الأخري لأنها تعمل إيه أنها تبقى جادة عندي الـ إنما علشان أخذ فيه حاجات كثير بقى في 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 سيركات كثير كثير بتادي في حاجات أجنبية في حاجات مصرية وحاجات المصرية منتعة بصراحة وأسعارها مير لإيه الـ 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 يعني بيبقى هو تبع بقى خدراته وتبع خدراته وتبع طبته وتبع هو نظر الأمر الزي في ناس محترمة جدا جدا يعني يعني بتسكمتها إن هي وناس مشاهير وناس عمل حاجات جميلة وإخواتنا هي الحقيقة هي ناس ناس متزين وخلوقين الحقيقة يعني فهو مش يعني مش مش بصد فلوس فالمهم الـ وكان الـ وكان الـ وكان الـ وكان الـ عدة طول انت عايز تعملها بنفسك عايز تجيبها في السلطن عايز ت... يعني انت عايز تعملها ولكن الـ وكان الـ تبقى شركة شركة بتدفع معك على إيه بتبقى الـ شخص دين انت بعدما بتجهد خلص حكتك انت مجد أخد في الترتيب بتاعك 4-5-6 شهور بتجيلك الشركة تعمل الـ تجيب تراجع بقى كل السيسمس بتاعك تراجع بقى تراجع بقى المواقع بتاعتك الـ تراجع بقى نكون من الأخر وعشان تقول ايه يا إما approved يا إما approved as noted عندك approved as noted في شوية ملاحظات بيقولك ايه عندي ايه ملاحظات خفيفة مفيش مشكلة منها يعني او ممكن يقولك ايه او ممكن يقولك ايه فيه يعني فيه يعني يعني فعلتك مش مطابقة او مش منافزة بتروح عامل ايه بتعجلك الايه الـ audit خلاص فبديه وبديه وبديه او عشان ثلاث سنين فبياخد للك في اول السنة الاولى بيجي يعمل لك بقى بعد السنة يعمل لك audit وياخد جزء اللي فاضل من الفلوسي يعمل لك اول السنة التانية ويعمل لك ايه audit تاني على السيسم على بعضه ده غير انترى audit بطوعك كل ده بيبقى موجود من ضمن الفيزيليات تفعلها من او اخد اه اخر السنة التالتة بتعمل ايه رينيوال بقى للشهادة نفسها ريتس will depend on how long the assessment is likely to take and while the companies in over يعني المعدل ويعتمد على how long the assessment is likely to take الوقت الاسسسمنت بياخد وقت تقديه الاسسمنت بياخد وقت تقديه و ايه المعدل يعني الشركة بتشتغل في خمسة ستة مليون غير الشركة بتسعر في مليارات فدي تفرق عندي طيب the standard requires that companies have trained internal auditors بقول العليمي شوية ده بيبقى ايه حاجة separate ايه بيبقى internal auditors راسمي يعني هو مثل لو انت شركة زغازيار مثلا انت لاكب internal auditors لو تسرك بيلا ممكن تصل خمسة ستة سبع auditors حتى حكم الشركة و حكم الايه خطوط الانتاج لعند internal auditors to conduct all this on the system هنا بقى ايه quality management systems required هنا العشر فصوه بقى او العشر شروط اللي هي في الايه في system the scope the normative reference the terms and conditions context of the organization leadership planning supporting operation performance evaluation and improvement دول اللي هم السبع نقاط دول اللي هم دول اللي احنا ايه و اللي بنتكلم عليهم في الصلاة الاولان بشانس محمود احنا بقنا لرقتي ثلاث ساعات اعتقد يعني مش الناس كترخيرها انا شخصيا على فكرة ما بتعبش لكن اعتقد it's enough و لان الكلام اللي جاهده بقى جوه الموضوع نفسي هو جاهد عندي كل حاجة وريدي بس انا مش عايز اطول على ناس أكثر من كده الفايا عليه وكترخيرهم يعني في الناس بلقتها لن تمشي اه بشانس محمود اه دكتور محاضرة اه جزاكم الله خيرا دكتور والله المحاضرة بصراحة يعني همه ممتعه في نفس الوقت يعني المحاضرة قيمة جدا جدا والله يا دكتور ده من ذوقك يا محمود والله وانا مش عارف الناس يعني يعني استحملوا ازاي يعني الحقيقة انا بحاول ان انا بصني هو الموضوع عشان انا يعني حابب ان نغير الكالتور بتاعنا يعني ده الاساسي يعني احنا الناس بشاهد ان الكالتور دي اختلف ونبتدي نعرف احنا عايزين نصلح ايه عشان نبقى ايه يعني بقى حاجة واضحة احنا مش عايزين وراء مش عايزينش تهادات مكى حجاعنا فسلم على الناس فانا بسكركوا جميعا وانا مش بعتذر ان انا ماشي لا انا مش ماشي يا شاء الله ربنا بدينك للعمر يعني ونكمل معاكم بس انا عايز نبتدي إن شاء الله من حد الجي وعايز العدد طبعا ممتاز طبعا 30-32-31 الموجودين طبعا عدد ممتاز وده دالين هم مهتمين وعرفين أهمية الله هو وأنا هتوقف عنده هنا وحنكمل إن شاء الله هتوقف أننا هنزوء عن كده كمان بس يريدك إلا كواس ألف ألف ساعات وخلينا نشوف لو يدي عشر دقائق لأي حد عن السؤال وأنا بنصح إن أي حد في الموجودين إذا عنده حد مهتم عايز يبقى فعلا نخص تفرج على المحاضرة دي وبختار عليك بسانس محمود تقطع المحاضرة دي على الفكر أب المحاضرة التانية عشان اللي عاوزي يعني اديها بريوريتي و اديها برقامها اللي هو النارضة اللي هو النارضة دي دقائقهم 24 أعتقد اه و اعطاها عشان برضو الناس اللي تدخل تدخل مساء على ساعة ساعة الروب خلال الأسبوع ده والأسبوع الجاي ييجي عادي أشوف عدد كبير و عادي أشوف نجحنا إن إحنا إيه عملنا فرشة عند الموضوع اه 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 اي فيه اي سؤال اي تعليق اي شكوى حد عايز تقول اه اه لو حد عنده اي سؤال اه اي سؤال يكتبع الشات او لو حابب يعمل مدخلة يعمل رئيس هاد ويتفضل يفتح المايك لا المدخلة عايز أي حاجة احنا يعني آآ ريدي وأرجو إن ما نكونش يشتقلنا عليكوا قوي و و يعني كتفر ألف خدمة لا لا على فكرة أنا مش مرهق مين دينا عبدين لا 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 أنا مش مرهق أبدا أنا عمر ما بقى أرهق في فيه لما ده بعكس لأني بس أديكم جدا 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 بس أديكم سعادة لا تتخيرها بكرة وشباب زي جدا هتعرفوا يعني 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 الكلام اللي أنا بقوله ده مش مش مجاملة لحد مش مجاملة مش مجاملة فشوف أي سؤال أو أي حاجة أي أي تعليق أي حاجة على تحق ماشي يا بشانس محمود في أي حاجة يا بشانس محمود في أي طلب لأي حاجة أي وحتى الآن ما فيش أي حاجة يا دكتور يعني كل الناس في الشهور حضراتك جدا والله يا دكتور فعلا محضرة قايمة جدا جدا يعني مجمونا بارك فيكم نلقاكم على خير إن شاء الله وإن شاء الله نفتقي يوم الأحد القادم ونكمل ما فيحب الأمر وإلى كل ما っتاقول لن الأحد van وإذا ده أنا فتاaccord اعمال لي السؤال يا محمود الشعب المبضوض اهم جدا ومتم بيه او ارفع ايضا او قول لان انا بالنسبة لي مع الكمنيكيشن يعني كلهم عجلات مهمة طبعا بس ده ده ديلك سيستم بقى انت تشتغل بيه قم دير المشروبات يقول اه ماشي ونقول لكم السلام عليكم بعد ما اشتغل ايه اتنين اتنين بس اللي قالوا ايه ان هو موضوع مهم حسنا للاخر بدون مجملات يعني المضوع الشعكينه مهم فعلا تمام تمام ارجو من غير مجملات من غير مجملات ارجو ناشي شكرا يا سان السلمان ثم محمد زيدان محمد باشر زيدان ها سيفن خلاص كلا سيفن اه فيه ناس بتكلموا على شات يا دكتور اه كاتبين على شات اه انا مش مهتم بالناحية الشكلية بس انا عايز احس او يعني ان الناس فعلا اه كاتبين مهم ومهم الغاية مهم اه اه انا عاديش مشكلة والله لكن يعني كاتن خيركم الان طبعا اللي برضو البيم قريبية عندهم يعني محاضرات تانية كتير و يعني دي ان شاء الله اشوفها بعدين بس وانا حق ما حاجة انتوا يعني يعني استفدتوا ومقصوطين ان شاء الله نكمل يوم الاحلى القادم بإذن الله ان شاء الله اذا فضلنا الله البقاء ان شاء الله ونستعدوكم الله ونشكركم على ايه على وجودكم و و اقروا الكلام ده تاني رأي يعني عشو كاتب سواء ناس محمود باترجان هو يدري بريوريتل ده ويأفتحه واي حد انشروا الكلام ده وانه كلام مهم و بقدر ما تقدر خلي الحضور المرة الجاي بقى اقترب كده كتير مش عشان حاجة انا مش حاجة انا مش تسبنين حاجة علشان يعني ايه ان احنا الحاجة اللي شايفانا مهمة ان احنا ايه بإذن الله تعالى نفيد الناس كلها مشكوك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا اشتركوا في الأشخاص